في طريق البوابة الخارجية دار العائلة داخل قليلا يوجد رجل الشرف ليس شعب لديه 27 سنة يوجد رجل الثاني فقراسه هذا الطابق السحساني لا يتحل إلا أن يكونوا ضياف أو أشخاص أو أشخاص أو رجلها يباتوا هذا شيء نادر لا يوجد رجلها مغارقة في الأعمال والنهار والنهار يأتي رجلها في الليل ويأخذها كم شو لدارهم طلع للطابق الأول في ساكنة ماما قفوا حج شوية كيشوف الدروش كيتمنى وحسن شو كبير حاسف الداخل لا يكرره وقدر يطلع للطابق الثاني والأخير في ذاك المبنى في كانت حياته اللولا كي يزفره وكي يصوت كار هاداك الإحساس اللي أحاسه حاس برصو مصب مبرزت حاس واحد الإحساس بعده ما ينشي ماء في صدر دياله لأنها غيبة عليه عادوا على شفته كيحار بالغضب حتى دار ذاك السارت في بلاستو الصحيحة ممسيقش أنه ولا محرم عليه أنه يطلع لعندها قريبا دابت 8 شهور 8 شهور كيتلاقوا إلا صدفة بحلى غرب على بعضهم عقد حواجبه وليح الباب كيسمعش صوت ديال الطاح ضحكات طفوليه تكسع مده كيزربتك يدخلتك يبلو آنس آنس صغير هو اللي عنده خمس سنين كي يجري جيتو بابا توحشتك تكسع الزو طارق مع النقو كي يبتاسم فرحان بيه مزير عليه بيندراه مبالغ فيه تشعر نبطاتي القلب واللي كيترسافع واللي كيترقب أنه المحخيط طيف دياله بس له رأسه بمتكب تسام المشرقة وتنهده كيشم مريحة ماماه من خلاله قاطعون الخروج للماما الطارق لهزا بنته وفليد الخراب كتحط واحد الماكلة لحفيدها خلي باباك وأجي باركا ما تحجز زيت تاكل يلا زيت تاكل قبل ما تجي ماماك ذيك سعب حل تحطمت الأعمال دياله في أنه يشوفها طب التلميزاج دياله من جديد حاولي تخطعت شي بسرعة بسارب بلا ما كينش فيه مشات ذيك سعب ويصول ماما اللي كاتحط بنته حدا الألعاب دياله ويقول له ويقول له فنه يمه؟ تحركت سوها إلى جهة حفيدة هزا من الحضن ديال بابا وجواباتو يا كاتحط الماكلة قدامه بقى ما جاتش من الخدمة ضيير على عيني بدا كي ياسف شفيفو بسيسامة بارتا شوية ضغيية غبرات قبل ما ترسم في بلاسة واحد لله بسيسامة بارتا الزراسو كيحاول لي برعداك اللي عسيرات دياله في سكون ما كين فايدة من أني نحرق ذاك الشي اللي بقى من العقلي معها صافي خدمتا ولت أمر واقع كيصفع في كل خطوة كيخدوها داك يضرب بصبعه هكا على الحياة تحدا ومسابع ماما كيفاش كتتتحرك كما مسعودة متجاهلة مشغولة كترت تصف الدار تكي قطع ديك المصرحية دياله ويسولها خدمتا ثلاثة دي ساعة ماما كيفاش غتكون في الخدمة ومعرف ساولدي والغاية بحاجة شمعة وانا منين غلا اعرف قلتا ويا كتتحرك يداف الهواء وكتميل هكا بشفيفة الشمال بالصغرباته هي متعمدة انها بحلة الانتباه دياله شي حاجة هبط عيني بدك يشوف ساعة دياليده كيستشعر ذاك المؤشرات ديالغضب اللي ده كيتلعوه قبل ما يزراته مستسلم صعفي ما عنده ما يدير تحرك جهة البالكو كيسمع صوت بنته اللي عندها مين وصوت السوبيخ ديالماما الاناس كل مرة كتقول له بيلا مش عريب بحاله بحال بابا مني كان صغير ما بغيش ياكل كيفاش كيب ورز تخسو هكا اللي كانت ساكتة ولي كيخلا كل مرة كتبكي وماماها اصلا ما كيناش في الدار وهادي 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 بدك يسفر وكيسمع كلامها متعمد انه كيتلنا في البالكو كيتوعد ليه واخي خاتي شو شو اللي درسي الراسك انا شاد درسي اليك بس ولكن انا غنوريك مقا كيتوعد لها وكيشوف ثاني في الساعة داز ودقيق طوال كيقلب فعيني في الشارع في الطريق اللي يجايبه مقربة للدار وبغي حماك ساعة اخرى داز وحاس بو حد الغيرة مريرة واكن برزت عليها كيتسائل فين ممكن تكون تعطلت هاد الوقت كاما والاهم معاما ازيار على سنان وبحالك يوبخ راسه لم يكن يستسلم لها كان يجب ان يتمسك بذلك الحماق ويبقى مصرع لانه ما تخدمش تقريبا هذه تلت شهر كان علي يضرب ذلك الاتفاق ديه ومعارض الحائل ويجبرا على الناس بقى في الدار ولو يحبسها وسبقى مراسه وام ولاده فقط بزز منها بغاز ولا كرهاز ومارسك بسا خطأ ما كيغسافرش كيستحق لي عد العقاب كامل كيغساف اخذت تليفون ديه تتفاجأ انها بلوكيها صغافي صبر ديه بدكيت سهلا تخل ديك سعر الدار الداخل ويقول ودك اللي غادة مسيطرة ليه تصل بها دابا ما معارفين يا فين كينا توسع عينيها حاولت تحافظ على دكتابات ديه للمعتاد وبدرق حقيقة انها تصلات بها كتسول على الشاطلات وعرفت بلا شي زميلة ديه لها ما كانتش في الخدمة ولكن يعجبها الحال كتشوفه كيتحرك كيزيد كيف سدك الفرصة دياله معه بلا وعي منه ومليه خدمات وكيتعامل بحله ما كينهاش بحله هوا ما كاتبانش لي نهائيا كيتعامل مع اسوأ معاملة كيتعنتها كوذير في اعزات نفسي بحل ماشي هو السباب دكشي لو وصلوا ليه قاساك هاتشوفي وكاتر مشكة تسافر الله قبل ما انتشوفي مازال ومازال كعوت بلا مادة تعليف صوتك عليا وانتك هاتهدر هاتهدر بالعداب ماما عفك ما تلعبش لي بقى عصابي يكسر من هادشي تصلي بيهده وشوفيني على الشاطلات تتكاد تفرسو هايلا بشوية عليها ربعت يديا قدامو ويدجابو علش مالك ما كنبرست هكا خديجة ماشي درية صغيرة وصراحه انا مخليه على راحته مبعاش نخناق اولا نزير عليها ويلا كتيت تمام رزح شهادك غير لما تاخد العفاية دياله وتمشي من هنه اذيك ساعة وقل عاغضة غدر ساح الاقرها قاسة معانا طارق ولا ها كيشوف بدك يقرس فطر ديالنيفو بحلك يحاول يسهدن بحلك يضغط على هذيك النقطة باش تهدنه بحلك يضغط على هذيك النقطة باش تهدنه بحيبة الامل من ولدك من ما تقوله في صدق بزوجكم مزفتين وعند اجيل هنا يقتلك ايه ومع الصبوكتي هكا تقول انا ما نتنازلش وانا ما عندي اشي كتل تشهر ما معبرهاش ما كتدرش معها وقفت هنا كتغوز قدام كل شي وكتقول صافي ما عندي بك علاقة صافي ما عندي بك علاقة وما كدبه راجع وشبا غدابه ايو تتعطلوا لما تتعطل الشغلاء هذا كيف شمالي واش نسوما تقريبا واختش كتفكروا واشنو واش مردين شبالكم اذيك رمازاله مراسي على الدين مدياني بقا كي يجاوب وكي يشير راسه كي يحاول ايفهم الطبيعة ديال هذي المنطق لما يسيطر على العقولهم كيف شكتدير لي بغاز ويره مازاله مراسه عنده الحق انه يتحكم في كل الأصغيره كي يقول له راسه لكن رجع ثاني كي يزفر مخنوق وكي يسمع معمه ثاني بحلة ما اعجبهاش الحال يتقدر بها دبيتها سالده بعده وانا تتعطل الدمه ديالك وفيك تشحل هذي وعلم الله اغداشنه سيوقع ثاني هذا ما شنو مغتصلي شبيه تشوفها بحل قطع ديك الخيالات ديالك تتعطل انها تستهده تبيلي ذاك الغلط اللي داره جاوبة تسيئة معانده لا سير شفاء شنو خاص كدير ديره انا بغلعب مع حفايده قبل ما امهم تجي واتاخده سير خليني عليك ودك يحرق راسه في صند لا يمكنه ان يضرره على الحيد ثم من بعدها توجه خطوات وثائرة لا يمكنه ان يضرره مع الباب وعلى الحيد سوف يترتق وقابة بلاصه مصمر نفسها نفسها خطوات الواسقة خطواتها مزق السياسيات طويلة كم تدخلات القناة لقد جزبه يجب ان يتلققه قبل ان تخبئ عليه تجاهل الشفاة ديلا ماما مواهن اللي كتشوف فيه مالو هدي مزروه بده هكاك صد البامورة لاحظات سبعت قدامه طالعه ويقول لها بين سنانه بلا مقدمات فكتي حبسات خاليجا لاحظة فهم منفسوح من ذاك الهجوم ديلا المفاجئ ما توقعتش غيبها لقدامها قدت انفاتها كبطيئة كتحاول تستنع ذاك نفرت الصبر ولكن في الحقيقة كانت كتجاهد باش تسيطر على خفاتة قلب هالي كانت متعالية استجمعت القوة ديلا وشفت فيه بلا مبالات وبعدها سعينها ليساني ويتقل فيه برود مخالف تماما عندك التوقع ديلا والرغبة ديلا الكبيرة انها تشوف لي شفيت وحشات المالمح ديالو وياتجابه كنت في الخدمة قدامه الخدمة 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 الثلاثة دي تقريبا ساعتين فكتي بقاك يغوت على هكا اقدره وقدامه كيتحرك بحد العصبية قدت شوفي شو يدحك من دهلم ديك الواقعة ديالو قبل ما تحاول انها تكمل طلوع ديالها فيك تقل وحلاجة كلها سخرية هاد شي مولي كديرون متلقين رولانسيش انا مزيان انا عرى اللي الخار ديالي بلا ما تلعبي معي اللعب البارد ديالك وقفات رجعت وقفات قبالت وفتحها ديالت مادات ساكا ويكا تشوفي ببرود محافظة على دكتابات ديالنفسه وهاجة حزبه الايصر فيه ويتقل بسخرية لعب تراني صغر؟ اه نسيز حقا انت مولف على اللعب ديالكبار ما عمغى تتحرك؟ ويش هايزير لعلى درعام سمد انه يقلمها كل داك الغضب باين فيه قوليني شنو اللي بغى هدامه انا وانتي عارفين بزيان اني ما غلطش خديجة انا الموضو هيدا جم صلحتك اتضحك ببسط اول قبل ما تضغط عليها قبل ما تضغط عليها وبعدها يدام عنده تستيجز لعب تقليل طبعا عندك الحق اقل هل هو كان شراج لكي يغلط اكيد انا اللي غالطة انا اللي وصدتنا لهذه الحالة انا اللي تغيريش الموضوع على خديجة انا بغي نعرف لشتع طلطي اطلطت راسي بشوي يلاوية تحركها بشوي وعلى يمن وعلى اليسر رافض هذا الكلام معه و رافض الطريقة و كيف يتكلم معه من الاساس و يتقل له بحض النبرة اللي خلتك السفزو زيان صافي انا قلنا لك ما يدرون ان تلقين كيف يتعامل ان تلقين و اشتيق تراثك و لشنو تما زال على الدم ديالالا و انا اكتغي مخليك و انا كين دباه صافي طلعت لي هذا الشي في الراس و احسن لك سفيقي قبل ما نوريك كمال الجملة ديالو ساكيد فعجيات الحيط ما نعمل انها تخطى المرة العاشرة و كاعدت كل مرة كيمنها فيها كيبقي يشوف فيها و كيشتغل لدك الغضب ديالو و كيشعل كتر كتر اما هي صافي قرر انها سعسرد عليك احد شي ديالو صافي الحواس ديالو كلها نتعبهات ما كان منها الا انها تدفع عليها و بدا تكتغوس ما تمسنيش و عندما يعجبكش الحال تلقني الله بغا يبدأ يسبب و يعرعر و يلعنت كيشتغل ماما الباب قطعاتهم على الاقل رأيوا ان كيشتغل صغار الداخل ما بغيش ديالو يشوفكم هاكا كيشتغل تعيرتويه قدامه عيب هذا الشيء و اديروا عقلكم اراكم كبار خلال طريق بالمي ما يتعامل بطريقة قصحة اكثر من هذا الشيء ضغي كي يزفر و قرر انه يتحركه دارت خديجة اكفوف على وجهه صافي متى ذاك القناع ديالو القوة قنكاس على وجهه بعد اغبر على الانظار دياله صافي نهداتك تحاول تخوي ذاك الحزن اللي حاسه و ذاك الاهتزاز دياله الفعلي بسبب الافعال ديالو و طريقته الوقحة باعه و ذاك الغضب ديالو اللي مكيقدرش يتحكم فيه حساس بصوهي لكي تربط عليك تفاويتها مثلها تعرف انه كيبغيك و تشيلي كيديرو دابع راح يسمع عرف ما يديرو صافي بتسمع تخديجة في حزن حساب الشفقة على قلبها اللي كيرفض انه يتخلى على الانسان اللي عدمها اكدت لها فى حد نبرة بانت ضعيفة لا ماما قولك مبقاش كيبغيني قول ذكري بغير رسني من الداخل باش ارجع ليه و هذا ماشي حب ما جادلتهاش نهائيا شدتها سيدة و جرتها لداخل كتحاول تغيير ذاك الكلام دخلي دخلي تغدى يوش في الدراري توحشك مزاف اليوم لا لا مقدرة شو الله ما عنده مني دوس لا يخليك لي ناما انا قولك مزاف اليوم قولك مزاف اليوم ما غير رجعش دابة غزتي زيدي زيدة بنتي الله يرضيه لي دخلي دخلي راه المعرام نعسل الداخل و ما بغش تغدتها الجينتية مات خديجة فرحانة بالوجود دي المعرام اختراج لها و صاحبت الوحيدة اللي تزوجت تقريبا هذي 7 شهر و سترع صاوية موافقة من فعل الوحيدة من هذي الخدمة دي الرجلة اللي مكتتسليش اننا محاسينش انها تزوجت اصلا بعد ذي ما معانا مزاج دياله كي تحس بكثير اف صافي بدا كي يضور بيها قاع الامنيات دياله تسمي تسلف انه ما يبرش طريق اليوم مرة اخرى لانه قلبه صافي مبقاش غده يتحمل الكثير الاقل دوزات و قيس ازوين معهم انا تحدهم كيلعب ديك الدراجة دياله على الطبلة و اخسو سيك تحاول انها تلحقه كون خس كداري تشوف يوجه كريم و يجاب العروسه و القايا تشبلها تشبل سبعين ياسي اخسرو حلو يحماق كمالت مرة من الجملة ديال اويا كانت تضحق و اكتصرف فرات لفعل ديال خرجلها و هو اللي هو نفسه رأيس ديال خديجة في الخدمة اخده اخو باش يشوف العروسة اللي يقطرحوا علي ويلي بصح نيت اذا ما بغين تزوجه ولا بغين يجيبوا لي صدبها نفسية حرم عليكم دك شعلة شبا قدرش يكن معنا قبيلة في البوز قالت خديجة و كانت ضحك شوية جرتها كيداخدت منتها من قدام الدرجة دي الخوهو لكانش ما واعيش لخطرات الموقف انها تلقت وجهه وجهه مع ووجهه مع وخوته كان غاي يصطدم بها ويتقول المارا جامال كان غاي يموت بالضحك يا اختي هو كيوصف لي الصدمة ديالو خرج من عنده حالف عمرو يجيب ليش عروس اخره انه صافي غاي القل عروسة بنفسه اويني اوملي انتي بغا عروسة علش ما قلتي اش ليا ورا هي ليلة بنتخال سكسلوا كينا حاضرة هزتها كرجليها اللي كانت حسبتها بفق كرسي لحدها اما مارا معقدات حواجبها ليلة مزوجها ماما ويلين سيتي اه على ما قلت ليكمش يا كتلقات من رجلها بعد ما تزوج عليها ويتضرب مارا بفق درها ما يمكنش تزوج عليها كيفاش يا كم كي يحمق عليها دارة خديجة متابعة كلامه ويدقل سهيلة في كلامها كانت تسمد وكتبت نظارته على بنتها ومها تقول لك ليلة خاصمه ومسكينا مشات غضبات في دارة عائلتها الشهر ايوه عرجاء تلقاته مزوج على وطلقها وانا كعارفة مرامة بنتي الرجال ما فريهمش تشيقها ما عنده مش معدة قوة الصداع وانا غضبت هنا وانا درت هنا ودى كلف شوش لخاوي بدأت خديجة كتكوح وابتت عينيها شو بدأت تلعق شفيفها بحل لحسات بدأ كل كلام كي يلمسها بدأت تكتفكر متوترة في الملحة 8-8 شهر ياسر ايوه كنت اهم المصير دياله ما ستنكرش ان هذا الامر كي خوفها حسد مخاوف كبيرة من هذا المنطقة الكحلة اللي في الداخل دياله ما بغشت ماده اكثر ما بغشت تختبر ماده التحمل دياله الانثة في الداخل دياله كتبلي قاسية حمقه فيما تحس انها مهددة غارقة في ذاك الاعنام ديالثيقة كان هو اسمعه نكسع عمضات عينيها وكتسمع كلامه ولكن شوية بدون الدكار كيتتفق عليها هذي تقريبا 8-8 شهر نفسات خديجة اخيرا مرساحة وهي كتبت الباب ديال بيت دياله ما مطيقش ان ولاده ناسه اخيرا شافت فراج هاللي كان شادت لحاسوب دياله كي قاد في شي تصاميم حيدت ديكسا عدك ربطلي في شعره لاحتو حداها بدت كتبت شعره كتبش تطفي بشوي عليها رجت حيدت البنوار وتراجعت في اخر لحظة حسب تتوتروني ان النوازن دياله تزاد بثاف مولدات منتها أخرى قمت بيounds خمسات الكيلو غلابات قريبا وكنت بينا لها بوضوح قفضات المخاوف ديالها وتوجها جيته باس له راسه وبتاسمه وديك الفرحة باعين عليها كل عام وانت عواخير احياتي وانت بخير من الابت ندري بشيك والتقليل وانت وصحيتي كلها وانت باخير احياتي كلها بس لا يديها قبل لا يكمل كلام يدينها اوف والان تكتبين يكتبيني هكا ايضاك ارجع ثانيا الي النقا او لديك فاشك حسناك اذنك اكتبيني اممم اتحب حياتي ساكنك فقط انا اتحبوا الان وقصوا معا يتجد ان اتحبوا عندما ترد التلفون تتصاني لا يوجد عمل حياتي اتحبوا الان اتحبوا الان اتحبوا انتظار اتحبوا انتظار الوضع انا اتحبوا الان عملاً. كنت أتوقع للمنحة مطايرات جمود وكيشار الصباح وفق فهمه. ويجاباً. مساء الخير مدام ماري. قبل ما يبدأ كيسرع في الإجابة على رئيسة ديالو في الخدمة. يلي مولات المكسب ديالا. أعمال هندسية اللي خدم فيه كمصمم هندسي. ضروري ضروري. كملته. رأي عطيته المحمد. شكراً مدام ماري. لكن كوني هانية. كوني هانية. الصباح ان شاء الله غيكون فوق المكسب ديالك. يتقرب منه خانيجة ما هجبهاش الحال. لاش كتصل بفضل وقت. هذا مش وقت الخدمة. مش وقت الاتصالات. هزاة حاجبها متعجبها من حالة التأوب اللي ولا فيها. من كان كيقدر مع هده ماري ولا ماري هان. مدام ماري هان. هو كتجبرهم كل ما يعطوا لها ماري. عاجبها رأس اكثر من القياس. ديك الشمطة المتصابية. المراهقة المتأخرة. فكرة صغير فيها كيفاش كاتبان. كتفكر حويجها. لكلها فاخرة. تقريباً. معاري اكثر مما بغطية. وديك الاطنان الماكيج اللي كتحطي على وجهها. كتحشب الدكشي ديروتها بنت اللي عندها ثلاثة وعشرين محام. بحالة هي نيز. كتفر و كتصود. كتذكرها تعطار. فانها الصراحة. جسم ديالها ممشوق. وخدير بحالة عارضة الازياء. وخديني شي علامات تقدم في العمر. لما كتقدرش انها تخفيهم. ولكن خاكة كراكات تتحدى الطبيعة. فاتريقات على طفلاش كاتسناهم يكملو داك الالتصال ديالهم. داك تلعن داك الفوضول اللي حساته. دي ما كتخلى تصفح حسابات تواصل الشمائي دي المكتب الهندسي ديالهم. وفين ما كتتخليه. كتتركز عينها على ديك السيدة. اللي بقات ما تحضر داك الجمال ديالها كامل. اللي مناقض لسين ديالها. تكمل المكالمة. ويتقل بحالك تساهمه. ممكن فهم هذي المره هذي. لاش كتتصل بك في هذا الوقت هذا. علاش. من جايب اقعد تيقى كامل عركت جاوبها. ها قد طارق حواجبه. خديجة. هذي المره هذي اللي كتصدر عليها. را هي اللي كتعطيني الضعف ديال المرتب اللي يخصين داخله. ولا نسيسي. تيتي الخدمة اللي ورش حالك انتفاع. هذي ركز عطاني التريبلة ليلة. عقدت تراويها قد طم صدرها. وعلى ما لدى بشرتك فلوزة ولا شنو. انفرض وقت الخدمة خدمة. وقت الدار دارة. صافي سالية الخدمة قبيلة. من هذا الطالق ورجع اقلس حدها. سيقيني. هذي را هي الطبيعة ديال الخدمتي. ومشي كتخصني غاء انا بوحدي المكالمة هذي هذي شي كله مع الموظفين كاملين. أرجعت صندات راسع لسا صدرك تحاول طيقه. تحيد دك شكو كتلو حاب عيد. ولكن هذي شي ما عجبهاش. وعاد ثاني الميساجة في الواتساب تم ديال الخدمة. خديجة عافك ما بقي. كتش بغير لدرفض الموضو عادة. صافي بعيدة لانه عيد ميلادي اليوم ولكن يردر لناسين. اي لحظة يقدروا يفيقه. ودير اللحظة تاريخية ما غتتعاودش. بس كتفكر ترمسس المال ديك الافكار دياله. ناسية الافكار دياله لنخصص عليهم ديك اللحظة. خديجة. خديجة. اه. فقط من شروط على سوس مران. سيفين سارحة فين. قبيلة وانا كنعيت لك. وش مكتيش كتسمعينو. بس كتر منش حال مرة وكتنقل بشوفة دياله بين مران. وصوهيلة اللي كيتسنون جواب ديالها. ورغما عنها احساس بالخاجل كيتملكها وضغية واللوجها احمر. ويتقول كنت ايها كنت ايها كنت ايها كنت ايها ما عرفتش. كنت هزة واحدة النص دياله ديك لاترت ديرها في تلاجة وشن هي خديجة. واسنتي بخير. بدت كتتساءل مرة في ذهول. ارتابكات ما عرفت ما تقول لهم. نفضات ديك السعجرة ولادها كتحاول تخفي داك الخجال ديالها. شنو هتقول لهم كتايها في اللحظة ديالي كتكن دووزة انا واخوكم. ويتقول لهم بينا غادي نكون هكا مع قلة ناس. يلا نطلع رسح شوية. تصبحوا على خير. وانتي من اهل الخير. قد كتشفتو هيلة بنتا معها سدات خديجة الباب. ويتقول لها. قيد قيدور. تغس هرب من نوم داك العناد اللي فيه. وهي تاية زاية فيه. واليومات عطلت اخوك وقفها في الدرش كيتخاصم معها حتى عطلت. ميلات ما رب على العراسة ويتم ساسم. غيرها الشي اللي بغينا هني سمامة. انا متأكدة ان الفكرة ديال الخدمة ديال الخديجة غتجيب نتيجة. وديك الساعة خلي لعنا ديالهم ينفعهم. كلمة عيناك اتفكر. فرحانة. انها قدرت توقف الخدمة الخديجة في المكتب ديال محامات اللي ديال خرج لها. هزات توقفه لك ففل السماء وكتطلب الله يا ربي. يا ربي. يا ربي. برد هات شي اللي بيناتهم. ورجع الامور داك شي اللي كانت عليه بينها وبين والدي. يا ربي. كانت حاسنا واحد الحزن. ديما فعينين ولدها. وحتى في مراته. وكتحصر على ذيك الحالة ديالهم دائما كتدعم عم وكتتمنى لهم. انه يزون ذاك اللهم وترجع لهم براحة البال. في النهار ثاني. طريق الصباح. وهو كيدل لك عن اخوه. وحاسب هذا الألم فيهم. ومن الصباح هو مسكي لها الباستة دياله. من غامس كير صموحات صميم. الوحاد المطعم. ولي ضروري خصيص يسلمو هاد الليلة هادي. لصاحبو اللي عنده واحد الموقع الكتروني خاص بتصاميم الهندسية. وإلا غدي فقط طريق ذاك الصوب دياله. هاد الفطراء بها دوزها بكل مخصص الخدمة لف الليل. وانه كيدل هاد الحالة هادي. مليك كي بغيت ناسا. كي يخرج ذاك الهم دياله كلها في الخدمة. مقام الصغرق في التفكير. هو خديجة كي تخليه كي يحسبو حد نار دياله الغيرة كتكويه من الداخل. بدأ كيف يفرق الخاصلان ديال شعره مصوتصر. كي يشوف الخدمة اللي مدراك معلية كيفكر في العواقب. جح صاحبو صاحبو انه يتثبت لمصداقية كبيرة. وبناء اسمها في مجال هذا المجال هذا. ولكن نحسن حد طريق انه خدمتها معتها بشكل حر. خاصة بعد ما خلال الخدمة دياله اللولة. ما بغيش يكون سباف انه. لك حل وجه صاحبو. ما بغيش يفقد الخدمة دياله. وبالنسبة لي الخدمة مربحة بزاف. ويقدر يدرها من الدار. بدأ كي يدق بسبعة وفوق الطبلة كي يحاول يحدد الوقت اللي كاي يسارقو هاد المخطط فاقله. باش يتسلم النق بلا ما يشيل الخدمة. في النهار اللول كان معرضتين الآتات اللي يخدام فيه. ما بغيش يتكاسل باش ما يخدرش الوظيفة الرئيسية. ولا خدام جوش خدمات. سبحان الله. شكون كان كيثيق انه ما غيخلي الخدمة دياله القديمة. اي القادل الخدمة ديلي كي يخد فيها عمولات ممتازة. شكون كانت كيثيق انه هاد الفرصة دياله غيغة جي. وغيخلى الخدمة الاخرى واحد من صحابو تتصل فيه فكيتفاجأ بلا خلال الخدمة دياله في المكتب ديال ماري. وديك ساعة طلبوا انه يخدم ماه. بعد ما عارف بلا خدم فهو حد المعارض اكد له انه هاد القدر الكبير على الايبداع. واكيد بغي يستغل يستغل ويخدم معه. بقى كي شوف تصمع بلا قدامه. كي يسخر من نفسه قادر يقنع اي مشاري ثري. كي يدفع المئات ديال الالاف. في غرف ديال الخشب. في الخدمة دياله رئيسي في داك المعارض. ولكن ما قادر شي قنعها مرات وانها ترجع لي. اسمع اختم. كنت هادر معي يا تاريق. تفضع على صوتها. كانت يمشوا ولا في التليفون دياله وفي نفس الوقت هزة بنتو ايتن. وكاتلعب معها. ليلة. كان هادرها ما رأسي ليش. كين شي مانين. توسعينها قبل ما تحركم هاكا اللي منو ليسر. كتفكر انها اخوكي لاخوها كي يحماق. ويتهمس لي. اه. إلا بغيتين تنهضروا. على الداخل انا كنهضر مع جمال في التليفون. حرك بصبع وهكا بعد عالي. وكي يرجع الابسل دياله لجهة الحاسوب حاقد. انا داكشي اللي قصداته. نجحات انها ترتب حياتها العاطفي احسن منه. وخليلا. ترمان صولياتها موحنيلا. غمض عيني كيف يفكر في حياته في الاول كي كانت. داست من شهر كي اعترف انه كدروري كان خصو يديك سايح قلال رغبة دياله. كان خصو في اللول. من يطلباته يخلي خدمته القديمة. ولكن بقديمة كي يعان. كي يستمسك بالاسباب ديال الحياة تخيف من ديك المشاقات دياله. والحاقدة لها نفسها لكل شي. كل شي. وكي يسببوك العن تاني. كي يسبب خديجة ودك العنات دياله. ها هو دا بغادي في حياته بنجاح. كي يحاول يستقر. كي يمارس الخدمة اللي لطالة محلم بيها. ولكن رغم هادش كله ما مستمسا بوالو. ما مستمسا لابدك النجاح ولوالو في الغياب دياله. رجع مرة اخرى حل داك نحاسوب. سكي يسمع خبطات في المطبخ. بقى كي يسمع هكا الخبطات لخبطات ويبدأ كي يغوط. شك تديرو الداخل ايه. انا ما بخلينيش ركز. سكي يبدأ يسمع صوت ما مالداخل ويا خارج اللي عنده. وهلو غي ايتن كاتلعب في حد اللعبة في هذا هنا عي حدانة. كندك نقلبوه حتى نجرى حتى ماما عرضاني انا وجامل الغداء. ولا شغلت عرضك. يا كنت يعيش انا معانا اصلا. قلت كتبشي لدارك غير في الليل. واشنو هاتشي واشنو زعمة واشنو عاجبك لحال ولا شنو. قالت امارة بحلك انتدفع لحقة في الوجود ديالا في الدار للعائلة. قل بعت منه. بدك يضحك. لا 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 عاجبني عاجبني. انا هكا نقول لك باش ما تعيشش في الدار. ايوا هكا اكا. بدك يقول طارق ما كي يشوف فيها. الله هي لا كبر شي والتي كتجي نجحني معايا. مزيان. بدك يسمع صوت سهيلة. الله هي لا لا عيب عليكم مزيانة. وانتشي زيدي قدامي امو لا تلقل زيدي. زيدي خلاص عاونيني خلاص نطيبه ذاك الغداء. وانت يا ببت لولاد. لا تريد صدعي. ادخل لبالك وخدم فيه صدع لك. مين ما يجيه ولدكو هو بتجيبه من اللوبيس. ذاكي غمغم بلا ما يحب ذاكي. ذاكي يجمع ذاك الاغراض دياله وفعلا مشال لبالكو. في كل احوال كان ديك ساعة. غايب قنيت فيها. كي تنضم راسو الوقت اللي غادي تشي فيه. ناهد حسبو حد شوق كبير في قلبه. كتسمد انها تغبرة لي ما تفقاش قدام عيني. كتحرفو حسن. انا تحرمو حسن بديك تشوف اني يشوفها ولا تكون مع بلازة واحدة. واللي حسب نفسه جريح. تشوقي يشوفها. ولو ملدك البالكو بحلدك الحلمان الحمق. اللي اللي حاضي. شي حاجة ها كم تلاهف لها. كي راقبو هي كتسمى يلم لي كتكون جاية وعند بانه ما كتشوفوش. بس تقريبا ساعتين. ستلحسب ديالو تنهد اخيرا كملت تصاميم ورسلها. بقى كي يشوف في الساعة ديالو متوقع انها غنشي في اي لحظة. قطعت تركيز ديالو صوت تخصو اللي كانت تركيز دراف التليفون. والله العادي ما خادي جاي لاخر الشتابة. وتغتيتي معانا. ما تغتيتي معانا ما ما غتكعة منك. تفض باقف كي سماع دك شليك تقولو. الفتات كي سماع ديالو تقولو. يلا سافي سافي ما كانت تحكش. وخلال لانا سالالا دخاني لناس. وعايتني كتلعب مع ماما في المطبخ. قلت اصماران كتلعب في التليفون ديالو ويا كتسمع لكلام خديجة. وبدأت كتفف. اوف. اشمال ريجي مع خديجة. وصافي ما ما كيلا ريجيم الاول وغانت سنوك. مبعدو ذري الريجيم. قطع التليفون ويتحرك تاريك لسحداها. تلهف كي سولة. مع مكتيك صدري. شافتو بترفعينيها هفلة موبايلات ويتقولو. مم؟ مع خديجة. حرك رسم الصغرب قبل ما يتسائل حاجب مرفوع. وعليش كتدي الريجيم مثلا. ولا قبل من ان شاء الله. ساعد في سامة مارا بيكا تقطف ملاسا متعمدة انها تستفز كتر. باش تحفظ على الرشاقة ديالها. وعلى المظهر ديالها. اهدو اهم الشروط لاي خدمة. ضيق في عينيه. ويدفع من احدا. شمال الرشاقة ومظهر. نوضي نوضي. نوضي قدري يشي كاسل قهوة جبالية. يلا خلاص راني مع الصب. ومان قلاش مع الصب. زمينا هادي غا ما انتفعش يلا. صمتها قادة بعدها تقول له. خديجة كان عندها الحق. نحاية معك انت لاتو طاق. سيلي حيدي. دكي غوة تصور ماذا كل. اقتليكم من اللي كانت حدا ضربها بها ويهربت كاتجري. كانت تحلف عليه من يجي الرجلة تقولها لي. توجاه لبالكم مرة اخرى. تلاح للكورسي كي يحاول يسمع لك الغضب دياله. ارتب افكاره قبل ما تقايق حتى تفاجأ من اللي وصلت سيارات كاريم. خو. خو رجل اخته صغير. تفضد ديكسة عيني متوسعين. مترقب كي يشوف خديجة بطول السيارة دياله. اول مخطف نظراته. هو ديك الكسوة الوردية اللي كانت لابسه. عمره كله بفراشاتك حلين. ارفع الشوفة جيتها. وجهة كانت من في ديك البتسامة المشرقة. حسب الانفاذ دياله كان ضيق وكي يتفحص ديك الماكياج اللي على وجهة. اللي عماره ما كانت تكدير عليه. قام تابعهم كي يتحلقوا الداخل بشوية. ملا ما ينتابهوا الوجون ديالهم الغابسين في كلامهم. بدك يحكي عيني كي حاول يستعيد غش فيها من ذاك الرش دياله والهدوء. ما بغيش يتسرع. انه يكشف على ذاك الشي اللي حاسه. وانطن انها صافي انتصرت عليه وربحاته. لانه ما زل كي يبغيها. وغتع سامروها كدالين لها. حاول يتمسك بدانك الموقف اللي. اللي بيينو من الاول. من اللي بدو كل خيصام ديالهم. ومحسردها لانها بغي تخدم. ورفضها لقاع المحاولة انها يتقرب منه وتمادي في طريقها بلا مورر. بالاضافة الاتهام ديالا انها كتتتعمد انها تخاصم معهم. باش توصل الاهداف خاصة في الباطن ديالها. بدك يتنفس كي يحاول يساعدك نصائح ديال صاحبه. اللي سماعه منه. هو سبب هذا الشي كامل. ما تقدم سه خطوة القدام. ده كي يلعنه كي يسفين. وكيتفكر ش كنت يقول لي. ضروري صاحبه خسك تمسك بالموقف ديالك. ما درسي شي حاجة خيبة. والاحسن انك سببين بلا ما مهتمش بها. وتعطيش حجم كبير كبير من الحجم ديالا حيث لاحسست انك ما زال بغيها. ديك ساعة تركبها لك وتدلي رجليها. وما ديش قدر تسيطر عليها بباد. سيقني. انا عارف العيلات مزيان. والله يحرق اللي شو تكفي يا حسام الكلم. قاكي يقوله في غضب. تعمد انه يتعامل معه بجافة. وبرودة. ولو ام. من لي بدت تخدمتها جديدة. على امل انه يوصل لغاية دياله ويجبر على انه تخليها. ولكن قاعد لي وقعه هو العكس. خليها اكثر اسرار على ذاك الخدمة. وتحقق الاهداف ديالها. مفهمش هاد الشي. حسام داما ولكن بتتأكيد. بحلي مرتاحة بيلا ما كانش معه. كاري ما وصل معا خديجة ماما. سماسا وتخطو. اللي كانت وقفت حدا فجأة تطلع على الطريق. وشي غبرات ثاني ادخلات. داكي يحركي الدولة خاصة لاتشعره كي يحاول تصرف الغضب دياله. وانت تصرف ديال خطو. ويبلاع دك الوجود ديال كريم معهم في الدار. شكو اللي عرض علي باللوول. شكو اللي عرض اليها الخدمة معه في المكتب ديال محامات. وكي يكره حسا الحروف ديال سميته. ولا ما كي يتقشي شفه قدامه. ما تصابروا العدود دياله اللي عدود. هزره في السماء وبدك يديه. يا هار بيدوزد لي وبده على خير. وعلى الطبولة ديال الماكلة. قلص طريق وسط منهم كاملين. كي لابغي الماكلة دياله. كي ياكل بشوية. بسكات. كي حاول انه يتجاهل بحل ما كي ينير. خاصة ماما اخصون لي. كي يلعبوا لي الى الاوصار دياله. الاوصار دياله. بحل ما يحاول يصلحوا دياله اللي بيناتهم. تبارك الله عليك اخلتي. الماكلة تبارك الله غزالة. الله يسلمك يا حبيبي. ما كليتش بزاف. اضحك كريم وكيشوف خديجة كيدحك معه. كيفاش ما كليتش. كتقول لك يا خديجة ما كليتش. قولي لا على الماكلة ديالك كيفاش كتكون. انا اراها. ما كن لكوش بزاف اصلا. حرق طريق راسه كيشوف فيهم هكا راسم سيسامة صفره. بحنا بذلك الملحة ديال الحديث ما هجبوش من زاج. ديك ساعة ويرجع شفخة ديالي بساسمات. ويقول لما ماما بسهدي. لا ماما. وفعلا هذه الماكلة دياله في المكتب. ديما كيبرصنا هكا كان نخلو لها. ما كدس اكوش بزار. ما قدرش طريقين تمالك الأعصاب ديالو. ديك ساعة تسكى على الكرسي. راسم واحد بساسمات صغرية. وين تقشوا يعني. وليش ما كيتسماش لهم الهضراء كريم. ضروري خسك الدير ذاك شليك يقولوه لك. ولا انتاك ما كيتسماش الهضراء من صغرك. وديما كيتبرز طمالي الدر. ما جاوبوش كريم. بقى غيبتاسم. وخمس تغرب من ذاك شعور النفور اللي يحسون من جهة طارق. تلفتك يشوف جماله وبحل لك يسوله وماله. تلفتك كله بجهته. بقى غيبتك يبادلوا النظارات خوصوا من مارام وراجلها. وحتشوفها خاصة. لك ساعة بدتك تكح مارام وحرجة ملك لعودية الخوها ويدتك تحاول كتبتها الموضوع. وخديجة كديرا معك في الخدمة. تساعت بشي سامسو ويشوف خديجة كيأكد. ما شاء الله عليها. رغم انها موضة بسيطة في المكسب ولكن تبارك الله عندها العقل. وقدرنا نحسامد عليها. ساسمات خديجة في خاجل مفساخرة بنفسها. والحوجة أحمر. لانها سمعت داك المعدي احديها لو يتقل بديك النبراتيها للخاجولة. ما شيلها الدرجة هادي. انا يلا كارتب الملفات وكالقاد المواعيد. وصارحة رهانيها لشهد هادسة اكثر من نصدية الخدمة. تساكي يسمعوه طريق ساطبه حد طريقة غريبة. بوف. كلهم تلفتوا عندهم الصن كريم كيشوف فيه حد طريقة غريبة. ديك ساعة. تبالك المسو ويشد بنته. قلتلك ميات مرة ماما. فمك ديال الماكلة مش ديالة البلابلا. كمل جملة ديالو. شوفته مخطوفة جايس مراسو. بحلة كي يمان عليها. خديجة. حساس بالغدب منتصرفها ديالو الصبيانية. بحل شي بحية ونية تغيور. كي حاول انه يقلل من شأن ديالا قدامه. حرق كاريم راسه. بستهجنته وذيك الحركات ديالو. شوف مرام و جمال وحد تشوفها فهموها بزيان. وده كي يتعامل كأن شيئا لم يكن. هذا من غير انها تبارك الله صبورة. ومحاربة. وقمية رغم الظروف اللي هي فيها. فعلا خديجة. إنسانة محترمة. ده جميل جمال تبارك في الكلام معهم. حيث شي مرقفش طارق ليس حاجبوه. متحكم. كي يستشعر دك الشي اللي معجبوه. شمال نبرة ديال كاريم ويرجع سوله. وشنا هي مثلا الظروف اللي كاتمر بيها أستاذ كاريم. الفصل ديالكم مثلا. لما ركز مات يا لشي مره. عايشة في نفس الطار مع طليق دياله. قالها كاريف جمود. بحلا شعي جمود. بحل الطريقة اللي واقحة. تخطي الحدود. ودك الساعة كي يشوف طارق. كل حد كي يشوف اللاخر بتحدي. دك الوعق اللي كلمات كنو بحل ججمر على المسامات ديال طارق. بل الغضب عليه ديك الساعة. مقدرش انه يتملك نفسه. دك يشوف مراته بحلا كي يتساهمه. انه هي اللي خبراته مع ذاك الانفصال دياله من الوهمي. رسابكات خديروية كتشوف كاريم. مستغل مع متصرفات دياله. كيفاش حطافت الموقف هذا. ولكن رجعت شافت المرة. متوعدة انها اكيد. هي اللي خبراته. مقدرش صمت بيناتهم. صافي شوي. وغير ينفجره كاملين. بدت كتتسعلى. بحل الحسات بالله صافي غدي تنهار. اسمحوني يا. جيب الماء. تساحباتك تجري الماطبخ. قلبها صافي غدي ينفجر. قلبها صافي غدي ينفجر. ده قلبك يقول لها صافي كحلسيها. قلبها. بحل كالما ان ديك الافعال دياله السخيفة اللي ما مقبولهاش. يمكن الماء البعدي الأول غير عليها. ولكن اقلك يقول لها. يبغي يحطمك. يبغي يرسك من الداخل. الالفص دياله بحل تحصرات وصدرها مني حسات وحد الحرارة ديالجسم دياله ومراها بشكل مفاجئ. رجفات وحد اللحظة. قبل الخوف. والرغبة انها تطور وتغسنتها وتطرشت فيه يقوم من ذاك الشي اللي فيه. ولكن دفعته النور بعدها جوش خطوة عليه. هي كتشوفه بغضب. اما هو الصغر من ذاك العرف دياله. بغي ينخذ الماء. ما جاوباتوش. بقد كتشوفه في حقت. توسعت بشي سامته. بدرقها. بدرق مراهب السافق. بدرق من نظرها من تحت الفوق. فيك شي حاجة غريبة. بيلا سبرا سليم. لم تتسمى بكلامه. رغم انك لمؤثرة الفوضل ديال الانتها بالداخل ديالها. دقات قلبها بدوك يهلاو. توسع عينام اللي يقرر منها. كي يضيق ذاك المساحة بيناتهم. وكي يشوفها بكل واقاحة. بدتك تطلب الله انه يتبتها تلحادات. حساس برجليها متخدري. مبقاش قادرة انها توقف. خصوصا بدك يقرم لها. هليش غلطي تي هيكا؟ ولا. وقيل الحوايج اللي مبينك غليطة. شقات مصدومة. حساس واحد الغصة كتتمنلك بالعاسة في صمت. ويا تشوفها بش مئزاز. بتعمدا تشوف يديك شوفا. وجواباتو بين سنانها. ديها فراسك. وتحركات الغضب تملك غدا خاجع. قمضاتها عيناها مشتسيطرة على الفعالات قدامهم. وما تمانوش دموع ديها كساة مسحات ومخرجات. صلها الصوت ديها 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 العالية موراها. وقلتها تكتب العريقة كتحاول. كتجاهد نفسها النمس بكيش. العالات الغباء ديها اللي خلاه اسيرة ديها الحم بها دي الحمقه هذا. القلب القاسي. ليه ما بغي شي اللي. هو كيخطط بشي صمصم ديها الغضب ديها عليها. كانت الحواس ديها الأرثوية كلها منتشاغلة بالوجود ديها لحدها. حمقه. ودي ما غا تبقى حمقه. العالات الغباء ديها لكتر. بنرجع لديك الطبلة. جاهلة بكل هدو بحلة ماشي هو اللي منزق الكبرياء ديها دابا. شاهدت الكريم اللي كان كيحاول ليه. ابتسم لها بحلة كيساندها. وترمنات له كان طارق عنده منصف ديك السماحة ديه واتفعه. رغعت كتشوفه تاني فغضب. متعجبها من نفسها لأنه برغم قاعد ديك الصفات الحميدة في كريم. ولكن قلبها. وقاعد يبها كان متعلق. تكلي قلبه متحجر قدامها. ليه ما كيعطيهاش ديك القيمة اللي كتسمناها. بحلة كتعطي لديك مبررات واهية. انها تبقى في داره تحت مصمى الانفصال والعقاب. وكلها ما كانت كتعقب إلا نفسها. ديك ساعة قادتت في القلصة. باش قادرت تحمل توجود معها في نفس البلاصة. بدت كتعتادر. شكراً. لايتك الصحة خالتي. عينا شوية من الخدمة غنطلع رتاح. واخا بنتي سيري. على شوية غنطلع لك الدراري. واخا شكراً لماما. قالت وياك تحاول تبتعت بشي سما صغيرة. قد تشوفها وياك تبعد عليه. باش ما تشوفش فيه. ولو صدفة. رقبه وفوضه احتى سدات الباب موراها. مرتاح أخيراً. انه نجح المخطط دياله. انه يبعده من حدا كريم. صعفي كيحسب لك يلطفح. وكيشوف ذاك الانتجام دياله مع بعض. الرحة ثاني كيشوف ذاك اللي قالت. وكيشوفه فيه. بحلم تتهمينه وكيقولوا لي انت. سبب انها ناضط. ويشوف يوم الصغرب. لماذا تشوفه فيه هكا؟ مالي. بدك يسعى الكريم. قبل ما يستعد ان تساوه خارج. بتحجج بيلا الخدمة. خسوة ارجع ليها. شاركوا جامل تساوه نفسك الرغبة. بتحجج بيلا تعطل على الخدمة. وصدات الباب موراهم. ويتلفت عند خواه عقل دراو عقل دامه. محشمتيش. كيشي واحد كيس عامل هاكا مع الضياف دياله. وكيشي واحد. ياخد شي قارار في شي حاجة اللي كتخصني انا. من الايد ديالي. ها؟ وش منيتكم؟ هردها لا ترق ديك الساعة في البلاسة. تدخلت سهيلة. وحنا شنودرنا لك اولدي. تي عارفة ان خديجة. جاي مع كريم ولا مكتش عارفة. ديك ساعة. سولها. رس كانت وارفراسة كيفاش غتجابه. ها؟ عكيد هارفين. اصلا المام اللي قاتله يجي معا خديجة في الطريق. وتوحد فيكم مفكر اني هاديك مراتي. ومفروض تاخدوا الايدن ديالي انا في الاول. قلبي سنان وبين ليدك الغضب. صافي حسب الاسوب. قال لي ما يدرق. منها عينيه منصبين على خسوم. كيشوف بحلة كيهددها. جابته هي بشويني عليها. شنو كينا طارق. واش نسيتي اني خدمة معا اصلا في المكسب؟ يعني طبيعي يجو مع بعضهم. تكي حرك الاسوب موتيقش. كيفاش ما كيفاش طبيعي. مش كصدري بصح. عادي. ارشان برزط. اصلا كنا عارفين انكم غاد تلقوا. يعني بلاش ما تتمثل هاد الدورة. حس ما جاش معاك. حسب الله صافي الصبر ديالوس قاعدة. ديك الساعة انتقوا حد الكلمة. حد اللصن بادي. اعتراضي على التك تجاوز والاستفزات اللي يبدك الشكل. ديك ساعة ويتقرب منه ماما. واش حماقيت او لا مالك. حماقيت. حس اللي كمت او حد ما يدخل في حياتي. لا بالخير لا بالشر. ديك ساعة مني تلقى ديرو اللي بغيتو. وما حد ديالة ديما ديني. تاو حد ما ياخد قارارة بلاستي. غوت هاك وخرج. صافيك احدا كشي اللي من داخل ديال وخرجوا عليهم. مبقاش حمل ديك تجاوزات ديالهم. صافي باهد. دخل بيتو وصد الباب هاك اردخوا عليهم. خلاص خديجة للطار. لح تسارو ديالها. المصخ. خواف. متعصر. المجمد البارد. بقاس اكات تعير فيه تعير فيه. مخلط شي كل ما معينته شبهها. مش هاتش يلقايا دخلت البيتها. كاتبت الحواجها. حصة بالعافية شعلها فيها. لسانها محبش شغي كاتعير فيه. وكاتعير النار اللي تزوجته فيه. شو ياوية تشوف اللي انعكاز دياله في المناعية. وبره معينها. بدت تكتف حصف الجسم ديالها. بحل دك شي اللي خرجه من فمه. بحل تحقق بشي طريقة. كاتشوف. عارفة بينا نجحات في الآوينة الأخيرة. انها تخسر قاعدة دك الوزن اللي كان زايد. وجهودة بحطمها من الداخل. بحطر ديك طريقة بنفسها ليسا رجعتها. رجعت ديالها. ديك الصورة ديال ميري. المديرة دياله اللولا. ولكن رجعتها نزات راسة. رافضت انها تدير نفسها في وضع مقارنة معه. لا لا ممكنش. بالثلاث حواجها. وهي وضمة تسارح. لقات راسة. كجمال. سجادة ديال الدار. وكتعود تنقي الدار بلا ما تحبس. بحل بغي تخرج ديك الطاقة دياله فشقة. طريق. بحل كيتنقل. بحل كيتو وصفهم الوقت. كيحاول يقلب على شي حاجة. وتعطل على الخدمة دياله ديال الليل. صونة التليفون. ديك ساعة ويجوب. ويحوزم. شنو باغي مني. مالك صحبي. مالك صدر لك. وانا اللي غارط اللي كانت تصل بك. بغي نعرف الأخبار ديالك. ديك ساعة بشل بالك ويقلب على. ويقول له. شنو باغي. أخبار زفسو الحمد لله. سينا شنو باغي تلك منك الله وحسن. قبل ما يقطع عليه. تفاجأ. بشي حاجة طحت لي على راسو. هز عيني صغرب تكي القام راسو. هبطت ديك ساعة وديك الزربيات ديال الدار اللي مسخف وقراصو. حتى ان الطرف دياله فعلا هبط عليها لراسو. ويبدأ يغوط. وارضي بالك. واشنو كاين عادي. كن نقينطر. اشنو ملقيش. قلت بسخرية ويا كاتب ساسم. قبل ما تبعد ثاني علي. دا غي كيز فركي حاول يسيطر على ذاك الانفعال دياله. قبل ما يتابع الصوت صاحبه. ويقالو قالو. في مشيتي. وكاينو قالو. هادي غاوحدة من نتائج ديال النصحي ديالك ماشي اكثر. والنصحي ديالي صاحبي ما كيش بحالها. انا كنعاون. اي مساعدة اخرى نيهانية. صبر صبر. واشي صالحتي ما واشي ما راسك حداد. لا. في البالكون اللي الفوق. والعقوبة الكسنتر. كتسوس في ذاك الزربية فقراسي. حاول صاحبه اني يكمس التحكى دياله. وليك ينسكت تماما. وليه وصلاته التساديدات ديال طارق وكيتسوعد لي. عادي شنو غاديل فكريش الدينسك. قبل ما اسماليا. هو يقول له. حسن سمي سمي. خطة الاخيرة. الخطة البديلة. ديال راسك بحل كسدر مع شي مرة دابع. ديك الساعة ويبدأ كيشوف طارق الفوق. باش تحركات. يبلو يلا تحركات تخلات ويقول له. صافي دخلات. وغابي. قرامي كيش مرة غا تشوف راجلا. كيهدر في التالي فون. وغا تباعد. راسك تصنط لك. ديال راسك تدر مع مرة. يلا. واي واي. اكيد اكيد. توحشتك بزايف. واشنو الاخبار ديالك. وتمعد عن طارق. كيهدر بحل كيهدر مع فاكم. مرة فاعلا. ومرة مرة كيشوف الفوق. هالا أمل انه يشوفها. عادوا يقول له صاحبه. وعلي صوتك صاحبي. وضحك. يعطي. اضعك. وزيد هدار بجانب جدا باش تسمعك. وخافينا كيهدر. كيهدر هكا. وكييتروم عن السبوية. وهو صاحبو كيضحك. وكيوري شنو كيقولو كيقولو الكلمة اللي غايقولها وبضحكت ديال تركي علاو شوية تكيسمع شي خبطة على الأرض الفوق وتأكد أنه فعلا كينا الفوق باقي في البالكو كتسلط وقرر أنه يستمر في ذاك المخاطن ديالو بقى مكمل ضحك و مكمل في ذاك الحبكة ديال تمتيلية سمعوه كيقول سمعينها كمتمردة وغتعيني معك يتشاقها ديالة من الفوق توسعت عينها مصدومة ممتيقاش أنه كي يتجرأ وكي يقدر مع شي مراخرة من غيرها خلت ذاك سطل ديالة من يديها قربات من الصور باش تسمع لي كثر شحال تعطيني ونصفت لك صورة ديالة بها غزعجبك وصلها ذاك الصوت ديالة من تحت ثاني والذي ركا تسوعد لي سافل الحقير أنا اللي غادي نوريك أنا اللي غادي نوريك عما لتحت توسعت في سام الطريق ووصلت ذاك الشاقة ديالة من لي دا كي يتكلم كان مستمتها بلا ما زال قادر أنه يقطر فيها ولكن ما قدرش يستمتها بلدها تلتي صار كثر حيث خرجت منوحة شهقة عنيفة من حسب المبارد كي يبط على راسه من الفوق شهق بدك يسوله صحبه مالك الطريق شنوقع قطع عليه التلافون وما زاله من دهون ممتيقش أنا لحزلين ما من الفوق بتح وجوز راسه الفوق كي يشوف فيها قاها كاتم ساسم تيسامة كلها سخرية وقد تقدق سطلها كارجعت حتى سحدها ويتقول له أوبس أوه اللي ما كان شفية مسمرت ودك الشيالة شقلت ربيها شوية هسفه حاجبه حلا وصلت لي بالله سمعته وجوبته بطريقتها ودك يشوف فيها كي بتصوحت بسامة باردة ولكن الخبار ده خرجتها كشعلة خلاتك هتتخلع منه غبري من قدامي وسدي البالكون حيث أنا اللي غنطلع على ربيك وغنله حكم الفوق دخلي معكم من الجملة دياله غوتات قطمضات ودخلات الداخل مقدرش تكبح دك الضحك ديال انتي صار مستمتع بدك شيداته بي ما كيش شي حاجة أرواع من دك الطعب ديال انتي قام وش حال كيكون ليد كانت خديجة واقفة موردك سترجم في بيسكت سنة رجلة هيجي تعطنيهم بالساف ولا ديك ساعة الجوش ديال الصباح ما بينش زفرات ضايقة ومشاعر دياله متضاربين ما بين ديك القلق لغيرة خاصة ما سمعت ديك المكالمة دياله ما عشي بنت يا صار وش هذا هو السباب وش تلقاهو إلا عرفات وديرها بالصح هتحييت ليه من أبوز عينة و هتلعب بيها بالبي صافيت من الكتمن هديك الغيرة ووف اتلقى هولي يزمر وانا مالي بش النهس بقاصر هي أي قاتة تسغب وحاقد أحاسة بالحزن حي cosmثال حيو يدكت اللي الصالة ستأ achieve قادم denkار هدك المقنج لأيان حساس برصة مخلوقة اسمع إان stocks عقادة تفكر يمكن انه مع مرا واحدة اخرى من غيرها يلا حاول اتخبب ملمحاته وكي يقرب من بهيد طارق كانك يحاول يسيطر على ردود الافعال دياله ودك شي اللي حاسه في قلبه غير محا واقفة حصلها يلا بغتها رب من قداميني شلي كيأكد لي بلا الشكوك ديانو يا ديك كل ليلة كتوقف كتنا تكيجي في الليالي لدات كان كيقولوا ربما صدفة ربما تخيل ولكن ده بتأكد توسعت بشي سامتو غبت الشوفة بش مي بتنتبه شلي بلا حصلها حسبو حدي غريف قلبه بلا كينو حد الأمل أنها ما زال كاساسم لي ثم غادي بشوية والسم تعمل ناظرات ديالها من فوقه طلع للدار في الأخر تأكد من لما ما نحسيت كعادتها مشا الحمام وبدل حواجه وقبل ما يفسح البالكو دياله غرفة دياله وقل السم بنهد دقيق طويل ما قدرش يفسروا دك الراحة ودك السلام اللي كيحسوا هنا في هذا الوقت كل ليلة ما قدرش حييت دك الإحساس بأنه كيشاركها وحد اللحظة ولو بطريقة بعيدة دك يزرس وكيدحك على ديك الأفكار دياله وبين أنه دك يحباق خرجت لي على العقل تقادل تيكل إقلتها على الكرسي كتف درعوا كامورا راسو ودك يشوفه في سماه وفي النجوم وجوزوين بزاف كيش من ديك الليل اللي كان كييتعود أنه كيبقى فيها مع مراته كييجبرة أنها تاركوا ديك التماري الرياضية لحي واحد العادة اللي كان عشقها ومارسها طول حياته ولكن تخلى عليها لأنه فقدت نكلاف هذه الحياة ودخلها ذاكرت وقد أرجع به واحد الليلة منذ الليالي الحمقات يالو ملا والصافير ما قدرش نتنفس صافي كانت صافي عيات بحل كيتموت بدك يضحك وصافي ملا تلعباني اغضا كل طور صافي زيدي ثاني وحد خمستاشر اخرين بقى يضحك كلاوي يا صافي كدير فدك الترمانين سيتموت وملا بزافة لي خمستاشر بارك قدرت في القلصة وتربعت وشدت قرعات المخواتك ملا في حلقها وبدك يضحك عليها وش تي مريضة او لشنو يقول لما ركا تقول يا مغاني خدم بغا تيرا كاسول انتية شافت فيها كي خنزلات فيه وياكا تمسح فمها كتميل بحلد الأفكار هذه السنين خاصة هو من غامس في الخدمة وياكا تبقى بوحدة في الدار كترتب ناسي معمد الأوليدات حسا انها فقدت الانتصال مع صحابات القدامات بلا تغطيت منها ولا تمارام اختوية صاحبت الوحيدة المقربة ما حرفاش كيفاش ندامجات والهازة الحياة حسا لقتنا في صفحة البقرة دي الأسرة بلا هدف ما تنكرش انها بصفش حل ما كتتفكر متون شو مقال انها تلقاشي هدف تلقاشي طموح تبت بهداتها في الحياة بحل أي مرة وهذه الفكرة اللي طالما كتسيطر عليها فيما كتحس بالغيرة من ديك المديرة ديانه اللي كتبلى إنسانة ناجحة ومهمة بس كتشوف في حاق دا وكي مرض ديك تمرين ديالوحة طريقة جدية والله السباكتر وكتشوف العضالات ديالو كينقامدو وكينباستو في كل مورونة مع ديك الحركة ديالو كتساءل بينها وبين نفسها كيفاش كيقدر يحافظ لها درشاقة ديالو ودك القيوام ديالو الرياضية رغم انو داس خمس سنين على زواجهم ها؟ يكا أزواج كيكتسبو ديك الشحوم واللحوم على الامعاء ولكن مش يراج لها ديما كتشوفو هاكا عاد انها في الماكتشوفو هايز ولادو بزوج بيهم تقريبا هادي عامين ولكي يعاني من تغيير الهرمونات وزيادة الوزن وقت الحماله وارضعه كي موقع لهيه هلشي هيا؟ كتشوفو حلو اللي اصبغت نفس معاه خصوصا هادي العامين الاخرى منيقدر يكسب ديك الوظيفة ديالو الاحلام ديالو كيف ما كيكون مع مرة كتنفس العارضة الازياء في الجمال والرشاقة بينما هي كتحارم باش تفقدها واحد ستة الكيلوغرامات تزادوا عندها بماغينش يغبرو وقد كتتفكر وش غتغيل مشاعر ديالوشي نهار ولا كيقارنها مع النساء من غيرها نساء النحية فات كي ما كتفكر هي تسوي قولي ما كتشوفو فيها هكا وحل قاتل لك بوك خرجها من ديك الافكار السودوية ديالو ها لا لا غلقا نقول وقل باركا هكا مرياتا تساولي سيد عايف بزاف ديالك شي حاجة هكا مزيانة تقوت بها شو يبدك ايضحك تقوت بها وراكا ناكل مزيان كيفاش ضعيف تلاحظ عليها ان قاتل قاكي شوفك يحاول يفسر دك سولوك ديالها اللي كان غريب كان عارف بلا عند ذاك الهاجس ديال الوزن ديالها اللي تزاد ومليق صرحنا انها تلعب مع الرياضة كان بغاية تشاركو الهتي مهم لا اكثر مشيباش يهرز ذاك الملل ديالها حبيبالا كان فكي الجوع اجل ناكلو شي حاجة انا ما عنديش مشكلة مع الوزن ديالك انا شلي بغا تدير الريجيم مليقالها لعدك الساعة ويتشوفي صفايا حاجة ومقدرش يفهم ذاك الاسرارديالها ولكن بغاية اكثر مشي مشكلة يلا جيند خلونا ناكلو بسوش هاتو ساعة بتي ساعة بساعة كاذ بغاية تأكل ولكل مقدرش قول عليه خايف انه يضحك لا يقول لا بلانتين اللي كانت تصبيف ذاك الوزن السائد شويةك يسمع ماما صوت الازمال الفوق خفيف بينه انه فق من الناس هذا الصوت كان كافي انه يخرج من ذكريات غمض عينيك يحاول يركز و يتسبب صوت المشيات الخفيفة تنسابها بالله سنت تلبها في البالك تأكد انها فعلا كانت مشاركة هذيك الكلسة سوية الفوق حاول انه يدخل الغرفة دياله يناسك ورجعها باقله للتكريات رجعته منها اللي تقلبات في حياته كاز عبتها خديجة تزرب هزسك ديال منتك تحاول انها تخرج غد تلفون ديالها ويهزها بليد الاخرى لاش غدت تخضيع معك اري اري خليها لي انا يغسيرين شوية انا غنقض لها البال للا ماما خفت تبرزتك و خفت لها نتعطلوه لا كوني هان يغسيرو غحاولو ما تتعطله شوية معايا وخا ماما يلا يلا خديجة باش طريق مينك كدش علينا لتعطلنا قالتها مهرب مزروبة ويجرة اختراج لها جيت لتحت تبحثها هكا في السكات نجحت انها تخرج التلفون قررت انها تتصل بي و تبلغوا بي لخارجين حبيبي صافا دوريلا شوفي يعني الدنيا انا مرونة الى ما كان شي حاجة مهمة قطع قطع انتصل بكدبة شوية جاوبها طريق وكان مرتابك معجبهاش لحال لا لا صافي ما كانت حاجة مهمة انا ابغدت نقول لك بالاخر جمعة بارام بغدت شري شي حاجة وكسبة انا تعرف مهم انا الاخر شي بكري ممكن تدوزل لنا بلا تعطلنا ولا شي حاجة تاكوه لا لا ما غنخورش بكري بالعكس انا دين واحد المشروع في واحد البلاصة بعيدة يعني سأتعطل ولا حاولي ما تعطليش قولي المارة مارة طريقي قولك مره استطيع تكونوا في الدار تفهمنا تفهمنا؟ دكسا اسم لها درس ما عددك الصوت ديارو اللي كي حدرها حساب مارة بسمعته دكسا قلب وعيني ومتبادل النظرات ويتقول لي خديجة اوكي سافي يلا باي باي قطع معها يلا بغي يمشي الكرسي ديارو كي حاول كمال واحد اللي الخدمة عنده لانه مدام ماري كان طلع على الدم والشي سبب مجهول يمكن ماشي مجهول بالنسبة ليه ولكن يمكن نرافض انه يحصى ربيه بحلها دك عدم تفكير فيه غي يفقدن ديك الخطورة دكا يفرق الخسرات ديارو وكي تفكر الغضب ديارو من بعد دكش اللي وقع المارح في المكسب اللي تعملت انها تعيط ليه وطلبت منه انه يعاونه باش تحل شي حاجه هاكا مشكيلي عنده في الحاسوب ديارو كيفاش فاجآته مليزات هاكا كتقرب ليه وحتى طريقة غريبة وقالس كي حاول ان يشوف المشكل فدرت هاكا صدرها قدامه حرفيا بدك يحرك راسه مش مأز من ديك الحركة ديك ساعة تنفض بحل بغي يتراجع ورغم انه ماشي المرة الاولى اللي كتبين فيها مدام ميري دك الاحتمام دياله الغريب بيه كأونتا ولكن دائما كان كيتعامل معها بحاضر كيد الراسه مهتم مش ما منتاباش ويكا تسمد انها ديك ساعة تحط دراع على دراعه ولا تقرب ليه مر بالصدفة مر بالله مبالد ولكن اللي وقاه البارح كان احتكاك مباشر وصاريح بالله بغتقرب ليه كراجل واكيد ما غاديش يتبعف ديك الرغبة دياله انه كيبغي مراته ومخلص ليها وعنده بنيتة صغيرة يقدر يعاقبه الله فيها من بعد يلغلط بحال هاد الغلط وحد هاد الشي نهائيا بعيد على تفكير دياله ولا غاكي يستغفر في الله هرب راسو كحار بحال الاقبل باش يخرج من ذاك الماغذق في نفس الوقت ما بغيش يخسر خدمته اللي ساعة سنوات طويلة باش يلقاها كافية ديك المكان المرموقة اللي كيتميز به المكسب لانه من افضل المكاتب اللي كينا وعدك الراتب الكبير اللي كيتحصل عليه ولكن صافي الصبر دياله بدا كيتقادر وبع كل رفض منه كيتحول داك المزاج دياله الاسوأ بحال لكتعاقبه وكتحمله مسؤولية العقاب لهو للزملاء دياله كمال ليه البهية انا داك النهار بعد ما كان عنده بديك الخارجة تسط ناس وهو قتلوا اللغي بقى نساعي سير هم غدي يمشيوا انا عندي واحد لك اليوم مهم بغي عود ديكورات دير شقة جهر وبغي في أسرع وقت خليك نساع حيث كانت سيقفك ونجي معي للزيارة باش ندول قياس مباشرة باكملات الجملة ديالها خرجوا الزملاء وقاسية واقفة هزة في حاجب كتصفحصه وغدا كتتقرب منه بشويها ودي كل ما عث عينها هل غريبة ما قاش قادروا يعرفوا اللون ديالعينها من كثرة ما قددين عدسات صيناعية قربعت منه قطعت الافكار دياله من يميالت حاجيته كتتسنشق داك العطر دياله الرجولي بشوية ويا كتلعب واحد شتخسلة من خسرات شعرها وكتشوف ابتسامة مغرية عمبط عيني كيشوف ديك التجاعين اللي كينا في الزوايا ديال فمه اللي كله مصبوع كيشوف فيها تبعت شوية اللي كيشوف بلما يثير الغضب دياله ولكن ياوه قد كتشوف فيه قفات قدامه عندك خمسون دقايق تكون واجد حيث اللي جاي صعيب بساف بحليك تأكد لي انك لما عنده معنى كبار بدك يبيل دك التجاهل وخرج برا بدك يصوته كيزفر ما يقلس على الكرسي دياله شو بدك يفكر في حل شو غادي ديال تكي سمعت ترحيبات ديال زملاء دياله كيتفاجأ بالله رجع حسام صاحبه والزميل دياله في الخدمة الوحيد اللي عارب تفاصيل اللي ديك محاولة ديال ماري انها تقرب منه قرب منه هكا سلمانيه وشي رجعتي من الاجازه ديال وهي رجعت طريق عود الحسام قعدك شيلي وقع كيف شأنني أخي رجعت قعد زملاء دياله مقاغه هو في المكسب وبغادي معه باش يقصو لكسع القياسات دياله حاد شوقه وطلب منه انه يبقى معه خصوصا مين لا ما عنده حسام يلا فقد يخدم عليه مع وقفات ويتصدم كتشوف في حسام علش قتعتي الاجازه ديالك مكين ولودة مداماري قتراسي منليس قولت ارجع للخدمة حركات رأسه ما اعجباش الحال ويتشوف طارق على طارق وكي مدام قبل شوية بحكي يشوف فيه كي يطلبه بعينيه نايد حسام بحكي يشوف فيه مقم ما يوقف ممكن جي معكم حيث ما عندي ميدار ديك الساعة بداتك تشوف فيه بورد معجبات الحال ممكن نعونكم إلا بغيتو ويقول طارق فعلا مدام ميري حسام رأى الخدمة دياله وتبارك الله مدخونا خصوصا في الدكورات ياتشوفه بغطب مهجباش الحال مرحبا بغيتو ويقول اوكي تفضله معي ديك الساعة ولا تحسه بالغير جهته المخطط دياله خدمه اخر دازو تقريبا ساعة لهم في الطريق من ما يصلوا لديك البلاسة تفتو كي يشوفوا القوحد الحيك فاخر شو قليط لعوليهم كانت في حد البرج عالي كل شي فيها كي يبين ذاك ذاك ثراء قويكي يشوفوا من البهرين بذيك بلاسة بلسولة حسام ويتقل قتله بالله هاد الشو قديل الشي عاميه المهم وصديق لها وشي محتاج انه يكون لانه كيتقفع في خدمتها دوكي حرق وراس ومخة موقسة نهيش ديك ساعة بدوكي يرفعوا ديك المقاسات اللي مطلوبة تقول ميري اوبس تساك ديني في المكتب ومعنديش التليفون ولا لا لا تكتفرك جباسة هاك بحل كتفكر ويتضر عند حوسان حوسان هاكي سوار ديال السيارة ديالي وورجع للمكتب جبلي شنطة وارجع بليس قاها كي يشوفها كي يخفف اوكي مادام وتوجه جيت اخدم عندها السوارت بشوية وكيشوف طارق بحل كي يحتضر منه ووقع عنده ما يدير هما ماشي اغمية وعارفين داك الشي اللي كيوقع علىها مقصود مية بالمية باش تبعدوا قصد الباب مورا طارق حسب الانفاس دياله وكي تسحب منه ما عنده ما يدير كلفة مش الواحد الزاوية كي يحاول يركز في خدمته ويبعده لها قدر الامكان وكي تحاول يتحكم في ردود افعاله ملي حسبية دياله كي يناجي حاجة في راسك بالعريقه بشوية ديخسعة تسلبوا العضلة دياله ما حاملش الناس كون حدا نقصي بانوصنرها البيض ويتقل في دياله ويتحرك الكاف دياله تصميم طبعا ماذا يحسب لك نقصد داكي حاول يبزز منه كي يبعد على بشوية ويتوفقه وقفعته ويتمد انتاجه ارى داك الكتاب انا غانا عونك انه يدون داك شي حرك راسه متوتر وصبعه هكا مدلاب يوم داك الدفتة ولكن يتجر لي دياله لانه تعبدات انه حاول يتجهل هاتش كله تلفت كي يأخذ المقاسات ثاني من جدد تكي يتفاجأ بها تقرب منه معه درجته تكي ينتبه بالله قراربت لي اكثر من القياس بحل ما بغت تلسق صدره على صدره تدفعه تلسق على الحياة تكي يتفاجه تكي يتفاجه تكي يتفاجه مدام اشنو قد تديري كان حاول نخليك مستهرب مني او 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 انا كن اخذ غير مقاسات لش غنهرب ثاني تلسق كي يتفاجه انتو احبه ويكون طحك هاااا انت تهاني بزيان بلا ما اللعب على بعضنا او او انا غير الجوع غنجلن نخد شي صندوية ترجع لانه حصم تتطلو اكيد في الجوع ما عرفه بقا يكرر فيها ويعاود لكن اعقلوه صافيت بلوكا ما عرف ما يدير كيف شغد يهرب منها طريقه بالفعل قلبه يخفق ولكن الساعة يتغرسه في يده فيها الجواء ولكن الماكلة لي غالية لا تقدر شاليها نجر دراعه الساعة منها كل شيء من الخير كمده ويتضرب برجلها في الارض ما بقيتش حاملة قصد دياله ليها ملي توفى راجلها عمرا مجد بها راجل كي مجد بها طارق اما هو تمغنيها بطر لكي يجري التاح ثم بعد عليها فاللهي اعطيك مصيبه عسام الكلب بقى يقلب على التلفون دياله ملقاش ولا غاكي يسفر ما غاكي يدر انساه الفوق اخديك ساعة أخذها حدها لبسطم دياله يحاول بس بس بديك الكذبة دياله ويشرين لهم نهائنيتش حاجة ياكله بالفعل لم يكن شهده فلوس بس بديك الكذبة داخل بقى كي يسفر شنو غاكي يدر بلو كين حلو واحد جبتك البطاقة دياله مناقشة قليلا وفعلج يسحب منها العلق ويستعمل بالفعل لا يترجم بحاجة لا يستمر بحاجة ولكن لم يكن لا يعلم هي ماكرا هيا مناقشة وهذلك مشكلة وقال معناس التالي ونحن نفسه تقليل الوحل يقدر رقم السري وقلب عليها مرتب المرة من اجل الطبيبي لا أمسيق أنه و أنه تغلط في رقم واحدة ثانية ثالثة سعبت البطاقة و جميلة ينطقه لا الله لو تنظر الجهته والحاول إيدي الذكريات كي تسمى أنه يهرب من دوامات حياته و أنه لا ينتبه لأن هذه الذكريات يجعلك يسترجعه و يأتي بأكثر لهم ايناس خديجة الوقت اللي سنتات الباب للبالكو كاتلب الله انو ميكونش طارق عارف اميلا كينا حتى ايا في البالكو دات بحل كاتشوف ولدكات انبولي اللي فاق وعيت لاب سميتها يلا حبيبي يلا ناسو وخدس كاتفراشة دائما نهارت فرقة سياوية كاتلقى صعوبة انها تسلتل من العاس كيدوزو ساها ساعتك الداعينيها ونرجع للوقت اللي كانت خديجة ومارام خارجين فيها كان ديكسا عمارا مكاتشريتوا اللي بغت خيطة العرز دياله اللي كان قريب شوية ايجيها قديجة ميساج في تليفون دياله بلا البطاقة ديالهم تتحبات في شي في شي قيشي في واحد البلاسة اللي بحيدة على مزاف صاربة مارا بحث قيني قسم الصاربة اكيدش واحد تسرقها لان البلاسة اللي تسرقت فا بحيدة واحد رجل هديج اخبرها بلا عنده واحد البلاسة اللي غيمشولها خارج المدينة اصلا فين كين ذاك مشروع ديالهم قد تساءل مارا مالك الكارت فيزا تسحبات هنا وطارق ما كيش هنا اصلا اختي دروري ان تصل به حاولت تصل بهش حال مرة ولكن ما كيه جاوبهاش ذاك الساعة جررت الساك دياله وقررت للا هاتشي ما يتسكتش لي انا غنشي لتسمى دابا غنشي ذاك بلاسة جررت الساك دياله سيام وتابعها تجري شهروا الاول تاكسي تلقهم ووصلوا تسمى في اسرع وقت ذاك الوقت كان تعريق باقي واقف كي يسبو كيلان وكي تسنف حسام كي يسمع صوت ماري من جهة الخرى تعريق دار كاسبالوا واقف هديك ساعة عير تحت سنانه بدك يتقدم جيتها كاراهراسه وكارك ذاك الوضع غوصل عندها ويا تقول له انا ما عنديش النهار كامل هنا ممكن طلع تكمل القياس لانا ضروري خسام شي وقف حاير شنو هيدير ش هطلو موصيب هدي تحت عليه قبل بلاسة ومعرفش شوية بنت لي كتدر في التليفون وصداته فتقدمها عقدات روعة فقصدرها متضم روية تقول له شمس كتتتمردني بديتكن احسان يديخها يلا ممكن طلعه حاول يفحص الملامح دياله ويشوفو شب الصح كتدر ويشوفو شب الصحيح ومن ثم يتلعب علي انا كيبال لي مدام تسنا وحسام انا فعلا في اجلوع ممكن اخدام هنا ويشوفو ازيد خلاص زيت تعال على نفسك و تحمل شوية خلاها جرام بعد عدة محاولات وفعلا اجدو الانظار ديال المرة ولكي الحدث دياله وكان يخبرو بلا هذا الشي ويكون اكبر خطأ كيرتاكب في حياته كانت خديجة تزرب جهة داك المول فين كين داك الكيشة كتحاول تعرف المكتب الخاص ديال المسؤولين وليس لقاشي رجل من رجال الام اللي تمه خلت المرم المهمة انها تخلص داك سائقة الاجراء اللي وصلهم في واحد الوقت القياسي بدت كتقلم تحت جمدات بلاسته فما مفسوح كتشوف داك المشهد على بعض امطار ومنها مقدرة الشيخ انا رجل هاللي كذب عليها ووقف تمه فوق ذاك الرصيف اللي مقابل معها ومها ديك الشمطة اللي كتتسبيح النفسة انها تشد رجلها بذيك الطريقة اللي لم يقبول لاش وجرها مورا داخلي الوحد الموبل خرجت من الصدمة ديالها وملي غبروا قدامها وذيك الساعات سمت غدا تابعهم ايشن هو؟ يقول سليما غير تكون شنية طريق كانت بحكة ليها ساكت سمع ساو اسمارة ملي جاية تجري موراها وصلت احدها سنا يا خديجة سنا يمكن الخدمة بس كتتتحك بي السيري وما جاوبتها وطلعتك تجري ولي وصلت للطبق الثاني بانت لها يديه ويدين هذيك المرأة معاها كعلى الباب ودخلوا غبروا ديك الساعب تسح معها كي يخونها وداخل مورا داك الباب ديال الشقة كان طريق شد في الايطار ديال الباب بلاتي مدام تسيت الباب محلول واش انت خايف مني هي ماشي غي للا غي للا ديال أصول ولا مرتابك ما عارف ما يقوله متوتر دارتي اديه علي الدول اللي كانت تفقدك الاطار ديال الباب ودفعته داك الساعب الجسم ديالا وكتحاصروا منه وبالباب ويتقرب منه باركة ما تلعب معي يا طارق تعارف اني كان بغيك ياكو لالا مدام انتي عارفة اني مزوج دول الفاس ديالو كيتقطعوا خايف ومعارفش يخدش يرد فعل ولكن مراتك ما غادي اشتعتك مركز كبر في المكتب ديالي ما غا تحقق لك شدك الشيلي كتحلم بيه مدام تكيه مسهلا يالله بغي يتحرك هكا مثلي هاتك حسبية مشاهي ما تخلي ليش نلبك كتر من هكا خرجات من النوحة الصرخة مخيفة ومليت تقطع كلامها ما عادي كتدفع ديال الباب لانه فعلا كالباب مخليه محلول تكسع حاشرة الجسم دياله بلحيد والباب قم ما تطلع عليهم كتخليها كتلفي كاشيغي اياك واش انتا ما كتحش وقبل ما تخرج ميري من الصدمة ديالها بغي تفسر شنو واقع تكيه بلا طارق اللي ولا كيتراعد خدامه خديجة شنو كتدير هنا حيت الظهر ديالي الظهر ديالي خلاني نجي نشوف بعيني اللي كيخوني ولي كيغشني خديجة انتي فهمها غلط غيسمعيني ونغن فهمك حاول طارق نشرح لها الموقف ولكن اللي كتغوت كتشوف فيه بش مئزاز ايش غنفهم تفهم اني كتخونيها طارق ومعامن مع هاد الخنشورة هادي باكملت الجملة دياله كتخنزر فيهم كتشوف ميري هكا كتطلع وثبتها يا تقول لها ميري كيفاش كتجرئي جاوبة سهية انا غنوريك الجرئة ديال بالصح كديرا نوريك انا غنوريك معاكملتها حيضا تصباطا وبدت كتترفيها هكا كاك مصخا سرقت رجال كتغوت وكترفيها عيات كتطلب من طريق انه يعونها والو ووصلت حسامها رامسية كتحاول انه ميفكوع منه ولكن ولا مقدراتش بتزز باش قدر طريقا ويدخل كيبعد على الخنيجة باش يعطيها فرصة انه اتهرب وظهرك يا غت تخرج عنينا بعدها تعليل خديجة اوي حلو ديك اللمسة ديال وحرقت لها جل ديالها بعد عليا يدك الحيوان خديجة بطي صوتك بلا ما تفضحين اكثر رامو قاعدت شي حاجرك فاهمة غالط حاولت ارق انه يبرر ولكن دفعتها هكا ويا كتشوف فيه تلقني خرجعت خديجة من ذكريات ديالها لي سمعت صوت بنتها اي تنفاق تحدها بغتشرب قطتها الكاز كتشرف فيها ورجعت كتشوف فيها هزتها في الحضن ديالها ورجعت نهذات نهذات حاسة وحد الإرهاق نفسي وجساتي كان خصت تمسك بالقرار ديالها بطلاق عاوض انها تعدى من نفسها بها تشكل الله يسمح لكا ماما سوهيلة حبسات ويا كتشفك كيفاش مني جات لعندها غارقة في دموها وكتغويت وكتعاتب وكتعود لها وكتطلب منها تحميها منه وتبعدوا عليها نهزت انها ماما في الاخر وانها اكيد هتقلب على مصلح تولدك بالمصلح تهية نجحات ماما الطريق انها تقنعها انها تبعد على الفكرة ديال الطلاق تقول لها بلا تسرعات وغيسها اذا جاء بالإضافة لانها استخدمت قاعدك الكوروط الإبتزاز العاطفي ضدها مع القرور الاقتراب العرس ديال المارا اللي كانت بقالي غائية مقليلة واتهمت انها تسرق لها الفرحة ديالها اللي اخذت حفايدها بعدها لها في حالة النهار وعداتها انها تحقق لها بعد ذاك الشي اللي بغيت معي سالة العرس وقت رجع على الدار والداء كما كانت بغى اللي كان ينبعد في حض القرية بتسمات خديجة في صخرية كانت تخد عاداكية من حماتها لان بعد ما سالة العرس وقفت سهيلة غرقاتها بقال الاساليب تعجيزية اللي كانت تحول بينه وبين انها تبعد على الدار وسبعدها لان في مرة وما تلومهاش عن ذاك الشي اللي دارت لانه كان بدافع الحب والخير لانها جدة بغى حفايدة يبقى وحدها وبغىش تخرب دار والدها ولكن في نفس الوقت مزقات قلب خادجة بديك الفعلة ديالها بالقصد خلتها كتفكر وكتعود ترتيب حياتها في النهار الاخر على العرس ديال منتها قلسات سهيلة راسما الجديد وكتعود الملامح وكتعود مع خادجة هاكا بنتي غتريب دارك بنتك طالما ما خانكش هلش غتخليه هلق بلدك شي اللي دارو ماما لا قادره نشوف فيه وعيفة وعيفة نفسه وعيفة الدنيا كاملة واخا ممكن تفكر شوية بالعقل دبال اللملة غتطلقي هلش غيصرف على الولاد ويتشوف خادجة بعدها مفام هلش مالوبة هم سهيلة شفاة دياله متاع من دوية كتقول لها وارجالة بنتي ما فيهوش الامان والدراسه قاصح وعزيز عليه العناد وكي يبغيك يعني يتوقع منه اي حاجة قف طريق اللي كان كيعارد بالوجود ديالو والتنبيهات ديال الماما اللي كي يسمع الكلامة امسين يقشي الله بغيت يدخل حسب الايهانة ولكن قررت انه خايف مرد الفاعل ديالخادجة اللي عرفت بلا كين في الدهر وكي يسمع كلامه مقدش حسين ساهم بغيت ولكرهات الامر خاص بمزوج وخصة تقلص واتواجه معه هذا الشيء كامل لكي تسمع تني صوت ماما اللي كتستغل ديك صدمة الخديجة اراغ تظلمي ولادك ملت بعديهم على اباهم اراغ تظلمي ولادك اراغ تظلمي ولادك كي تستخدمي مدرسة في هذا المستوى ودعو مدرسة في القرية ونقيتني بلاسة امه ونقيت خديجة تعقد حواجبها بحل استشعرات تلك الايهانة الاول مرة دخلت في الهدار ومالها ماما القرية انا تسلمت في احسن تعليم وتربيت احسن تربية على الاقل انا مخنت راجلي ولا فكرت فيها ما كملت الجملة ديالها بحل تشير الاخطاء دياله ويتقول لا يا سهيلة انا مقصد شامنسي وراه ما غلقاش حسن منك الولد ودي ما كان قولها انا را كنا عطاك غير مهيت هال كنا عطاك غافي كراء لاشنوم ولي ممكن يفقد اولدك وغير هاد الشيء اتي مخداماش وعمارك مخدمسي كيفاش تقدري تقولي غد تصرفي وغد تصرفينهم كي غديري على راسك على الولاد وراه الخلصة ديال باك يالله مكفية العلاج دياله قبطت على خديجة البطر دياله كتشف الارض بحل لك لا ما غرقها حسن واحد القهر فعلي حسن بالعجز مع اول مصيبة تلقاته من مصائب الحياة قدشي اللي قالت كله صحيح واقعي وان كمليس المعزا سمعته من دخل لقلبها كيتتعصر كينزف من الداخل لسك تقول مع راسه وشهدين نظرة ديال طارق فيها انها ضعيفة وقلية القيمة والمكانة وشهد شعلا السباح النفسه انه يلعبها قبل ما يرعين مشاعر ديالها قطعت ذاك الحزن دياله دخل ديال طارق اللي بحل ما تتحملش الاهانة ديال ماما اللي كانت مبطنة حل كانت مغلنفة عكس ذاك الشي اللي توقع ما تحركتش خانيجة ما عثارداتش على تدخل دياله ولا الوجود دياله قد قلتها محل مغيبة محل رمشاتك تبع الدك اللي كان على عينها بسبب الدموع ما قادر تشوف لاجهتو لاجهت ماما تكسرات من الداخل ونشوف هادشي ماما اعفك ممكن تخلينا شوية طلبها هكا بإسرار وبعد مشاحنات بينه وبينها خايفة انه يفصل لاداك المخطط دياله اللي بان اللي هره نجح خرجتو خلاتو مبزوش بطارق ضغيه كيتك اللي مباشرة ما عجباش ديك الحالة دياله اللي طعف اللي كانت عليها خديجة انا كان بغيك والسحين تلقيك دياني بكل بساطة من قدرش نعيش بلا بيك ولكن لو قاع وطلق نزح اي ضرف من الظروف انا عمريم انا زيدي المسؤوليت كلنتي الولادي والمصارف ديالكم دينانية تنموت هزت هكا في وجهها شكرا شو هزت شكرا انكم كتفكروا هكا ويليك سيغس اسم بولادك فالله يكتر خيرك وما في الاول وفي الاخر ولادك اما انا عمريم مغنكون عالى لشي واحد وغانا عارف نخدم ونصرف على راسي بزيان يلا بغي يقرب منها ولكن وقفاتها هكا حسبها حسب الغطف في الداخل ديالها ورغم انك انت مهتزة ولكن جاوباته صافينا اخديت القرار ديالي قف قدامها ساكت وجهه شاحب من كلامها ولكن هزت راسا كتبين له ديك القوة انا مغادش نطلق تكين سنفسك يحاول يخفف داك الجون ديال قلبه قرب منها ويتزيده قدامها من عاته ولكن سنعيش معك في العرف ديال المطلقين لم تفهمتش كيف اشهد العرف ديال المطلقين تاني يعني سنعيش في داري مع اولادي بوحدي وانت ستبقى هنا مع ماما كيف منتها ستبقى هنا معها في شقة ديالها ستتعاملني كأني متحرم علي ستبقى اليوم كيف يشفل السحس مفاهمش قصة تانية بزافة خديشة شوية من ذاك شلان ذاك ستعريق قلتها باستخفاف ونقدر لك الدموه اللي كان كيسل على وجهها ويبدأ طارق كايز في راسه واخا خديشة مشكلة وانا موافق لاني متأكد انك لا تستطيع عيش بلا بيها كيف ما انا ما نقدرش نكمل بلا بيك وكيفاني الوجو ديال قد تمانية ونسنا وقدرش نغايشي وها هي ادازو غي شهور قلال حتى تتأكدت انها ما غا تقدرش تعيش بهيد عليه تأكدت انها ما كبتقش الغيال جيله على عينها حاولت انها تمسك بالغضب والكرام المغضور على يده حاولت تفكر كيفاش كانت كانت كلها شهالها محصبها مصرة على اطلق ولكن في اللحظة اللي فعرجات كتذكر محاولات تعريق اللي كان رافض انه يتخلى وده ما كي اكد لها بلا كي يبغيها وما خانهاش وشوية كي يبردها كقلبها شوية هي ماشي غبية عارفة انه ما خانهاش خيانة كاملة ولكن كانت ما كتساءل الى ما كانت شما في ذاك الوقت والدخلات عاد ان التقرب ديال ميري منه واستحلي كل المرة الاولى اكيد كانوا تجاوزات من قبل بيناتهم وكانت قصل لها الحقيقة ان رجلها كان مدرك لسيمام ديالها بيه ولكن ما درواله ولو اسأل اسواع انه بقى خدامعهم سايل الوضع بحل ما بسمتها بانهش واحد اخرى باغاه قرر يحفظك على الحبال اللي كان بيناتهم هي اللي تحت بالاحلام دياله وبالكيان دياله وقتصرة حياة وعلاقاتها اليغي هو والاسر دياله هي اللي كانت كتحارب باش تبقى في ابها الحالات دياله باش مجيش شي وحده وتسرقه منها هربو منها الدموع حاسه بالقهر قتكسم صوتها في الداخل دياله باش مطفيق شول هذا اللح داها بس اجيبه من ذاك السذاجة دياله كيفاش كانت غبيل هالدراجة كيفاش نوصل بهالحال انها تبقى معنى القباط طريقة في الدار هالدار كيفاش تخلات علي المكان لديها كفرط طبيعي عندو حياة خارج اطار الاسرة وحتى الصداقة كانت وهمية اولا كتسهولة رعصة شنو غايقى لها لتصالى ذاك الحب اللي من طريق لها قرأ انو يتخلى عليها قد اعترف انها معنى يبدأت كتولى الايام قرأت تنازلت على فكرة تطلق نهائيا وكسافي انها بغتلق نوضر سعمره ما ينساها وما تنكرش انها كانت فرحانة بديك المحاولة دياله انه يسترديها ولكن عمو مره ما غاد يترجع لديك الفكرة انها يتحقق ذاتها لان الوجود دياله بلا خدمه دار في داخله وحد الهواجس ما غاد سهله ونجحاس بالفعل هذي خمس شهور طويلة من الفراق الضيوني انها تلقى خدمه ولا وبسيطة فما كسب دياله خرج المره وما غاد نكرش ان مره معوناتها لهيلا سهيلة بالرغم دكش اللي وقع ولكن عمو مره ما حست بشي ضاغي ناجيتها حماتها على العكس سانداتها وعوناتها انها تكمل في الخدمه ودفعتها انها تواجه الحياة وكتش دياله وليدت مني كانت تكون هي في الخدمه وما غاد تتشح حتى انها وقفت في وجه طهرق واللي بغي يحمق مني عرف بلا غا تخدم وتفكرات كيفاش حطمها بالأقوال دياله وبالله صافي الصبر دياله وتسالة منها خلاتت تعديدات دياله وقد ترجع لديك القوعقاء دياله 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 ديال الماضي كاسمتها خطوة دياله مع المنص الصفر واللي يحطمها كتر وكيفاش تعمد انها تجاهلة بحل كيعاقبها ولا شي حاجة ماشي بيديها كيفاش خلها تتلقي ديك الرغم دياله في انها ترجع ليه وحلوه الباس نتت عليها في الباطن دياله ولا تمسر على الانات بعد علي ومتمسكت ايه بتحدي والعناب زفرات كتتستغفر الله عيات قدات الحياة عمقات بنتها اللي كانت حداها ودرقت وجهها كتبكي وكتدي الله انه يخفف عليها ولا شوي وتلقى ملاذ من هاد الالام ديالها وبقات كتدوت الايام كايبة ورتيبة كايبة وهادي على حياة طريق وخديجة اللي كانت كتتتعمد انها تبقى معها في نفس البلاثة ولكن ما كتقدرش تمنع نفسها انها تسرق لحظات كتتهدي بها قلبهم لكتت انها كل ليلة ولكنها وهذه الليلة اخطى ملح اخر وباركة بنتي ملبكة وباركة باركة رعيتي قالت خديجة البنتة اللي عندها عامين مبغيش تسكت ساعة قريبا ويا كاتبكي لانها مخلعتش مشي عند مارا باشتبث معايا وراجلها مبغيش تسكت الكاميرا وفدروني كان خديجة تقول يا قنطامها لا تحاول خديجة تعامل معاها كبه وضوء اكثر عاد سكتات بشوية نهداتش انتها تراسة حسب الألم بززتها سكتات ونحسات وصل طارق صغر ابني وصل لانتها ولم يلمح الطيف ديال حبيبته في السرجم كان معتاد حسب حد الحزن مدافين وحلت اطفات حد شوالة ديالامل في الداخله وصل طالع بشوية فنتروجه وصل لقنطام بطار عقله كله سساؤلات سكي اسمه صوت البكاد يالايتن قف كيف يفكر وش خصوه يطلع ويتطمن علي او لا لا حرك راسه بدا كين فيه اخر مرة بغي يطلع وقفة ديك الساعة كتسهلل وكتغوس عليه قتل بلا غترجع لدار والي ده ايلا رجع تلع عنده بر اخرى انتفض مر ساحبك منيبان ونلو سوارت بنيده عود وصله ثاني لغواتي الخديجة وباركة غتتحمقيني سيطلع في الطلوج قلبه ويبدأ فعلا كيدقى للباب خديجة خديجة انا طارق ديك الساعة تبقى انه غدا تعرف فيك العادة تغوز عليه ترفض ولكن سمعك تقرب يوم انتها اللي كتبكي من الباب وحلت لي انتكين شوفوا وجهة اللي بين عيني البكا وجهة بنتون تولي من فوق شنو اللي واقع مانكم كتبكي شنو كين وش مراد حاولت تحامل على ذاك الخلقة اللي حاسة بها حبصت تكنر بديلا من كتبكي وجوابته بشوية اعتن كتبكي حيث ما خليتاش مشي مع مارا موجامل ما بغاش تسكت قريبان ساعتين ويا كتبكي ما تسنتش انها تطلب منه يدخل ولا يرجع تخلي داخله وصد الباب موراه خدم عندها البنيتة كاي عاتبها مباركة بنتي كايشي بنوصة زوينة بحل كتبكي ويتنفجر ثاني كتبكي من جديد بحل ما عجبهش كلامه خديجة درتها خلت نفسها ثاني البنت كتبكي ويا كتبكي طارق السابك مفهم مواله ولش هي كتبكي شفه بحل شي حمقه قدامه ولش شتش كتبكي دابه شف سيب واحد نظرة كل غضب بحل شي حمقه قدامه ويا زمس حد موعة حيت بنتي كتبكي وانا ما عارفش شنو غن دير باش نسكتها هزفاح واجبو وفهم فاوالو بلا تاني كاي تنبنتو كاي لعب معها كاي حركها كاي مسلحة ودنيها كاي يززها وعيني خديجة مسبعينو حاسة باليزعاج منو بالحقد ويا كتشوفهم كيفاش منساج مين شافته كاي بوصلها راسا كاي واسيها ويا كتتعلق برقبسو ويا كتتسكن وكتسكت بشوية احساس برصاف ديك اللحظة بحلة بوحدها وحيدة مكينش لي كاي يتملا بها لب المشاعر ديالها وبدو دموعك يسي لهم جديد طريقها كاي يشوفها من بايد ويكاي يزفر ما يعجبوش لحعله كاي دير راسهما مهسمش بها ومكين تحبسين بكا خديجة هكي غدت بكية ثاني اه فعلا على السبب على السبب الهدية كتبكي شباع انت و بنتك انا غدا نعز يلا انا منحقك انسانة اني نعز يلا تتكت تغوته وتمت غدا داخل البيتها وصدتها ليه وده الساعتين تقريبا تقدر انه ينعزها دا البيت ديالهم الصغر مني ملقاش اناس نعز فراشو حط ايسين فراشة ثم غادي خارج البيت اللي نعزه في اماراته تأكد مني لقاه ناس هداها دا كيشوف البيت كيستشعر ديك الاياب اللي كان كيدو وظافيه قابليته مطولا دا كيشوف مرسولي ناسا ملعرق ديالو كيشوف فيها حسم الامر ديالو هز قرر منه هز قانس بشوية داحتو حدختو و هنا هكي غطة اسد الباب عليهم وسم غادي راجع لغرفة ديال مراتو حطرها صفق الإطار يال باب كيشوف فيها بدك الملمح ديال الملائكي بدك يحاول يسيطر للدربات القرب و هو مراقبها دخل الداخل وصل الباب مورا و بدك يحيد حواجو تحرك بشوية اخده واحد سرولها كخفيف من البلاكار ديالو و لبسه تريكو ديالو و ثم يقرب يالو بغيت تسكى على الفراش هادو هي تنفس بغضو شعور طويلة تخشى حدها بشوية و خيف مردت الفيالياله و لغاتت فيه و تلقى حدها خديجة ديالو حدات يالله كتناس تكت تحسبها كبش دروعة محاطينها مع النطحة تلفزها يالله بغيت تجاهل هادشو استسلم و لكن تفكرت قاعدك تشير دروعة و يدر عنده اشنو كتدير و يبدأ كي يتلق فيها خليني غاشر دقيق و نحسر دقيق تفعت علي يدو و يدر كتتواجه اشنو سبيتها لكتديرو دابا سميسو الحب سميسو العذاب ماشي موهم السمية اللي كتسمي بها و لكن بعد مني ماشي موهم دعيني دعيني معنقك 10 دقيق و راكة البيعية في الغياب ديالك كالعادة سرق الأنفاذ دياله بكلامه حبسس على ديك المقامة و هستسعينها كتشوف فيه و زد الترتاب كتكتر بدك يدو و زدوا على خده و كيشوف فاهين حمرين بالمكاوجها حمر و الملمح دياله باهسا و هستسعين بديك اللحظة و بقات فيه تلقان بسو كي تصدر لها بلا ما يقصدها سمحي لياك لقال لي وقع بساعد نعطي كل اللي بغيتي نعطيك عمرو كل اللعب بش رجع اللي فات نخد القرار صحيح في الوقت صحيح انا عمري ما فكرت اني نقاديك خديجة موش ساحل كتغنخونك باقي وحدك كيف مبكات حبطت عينيها شفعة دياله كل محزن كلامه مستقلبها هزليها الدقن دياله بيدي باش يش تشوف فيه انا كتساكتها حيط كتخايف خايف اني نخسر خدمتي و كتخايف عليك ولا ولادنا خايف اني نفشل و نضيع الفرصة ديالي في الخدمة اللي كتوفر لناك الاحتياجات سفر هاك يا برسياح كي بي اندك لقي الترابلي في قلبه و كمال كلامه و كتش حاسو اني هي و انا عايش في الغياب ديالك عفاك اسمحي دياله ورجينا كي بما كنا و غنديلك قعدك شلي كتتمنعي قد كتشوف في ولدتك ترجف و المرة على تساوالي ثانية فهذا النهار بدا تكاسبكي تم دخل طريق كي ربط على خده هلاش كتبكي كان بكي كان بكي حاسوكي بقى فيها راسي هاسو براسين قورا طريق قورا متوحد محاس بيا شديدها كباسة و يبهم اسلام الله يحفظك ملقها راح بيبتي والله اسمحي لي من كل قلبي اسمحي لي لا اي حاجة اديسك فيها قاكي بعادي الشعر على وجهها ويا كتبكي عادي حتى راسة على صدرها قاكي راضي اوه قاكي نغم داتهم كتحاول تستسلم لدك السعور وتستسلم لدك الاحساس الاحساس وبالاعمال في اللحظة رغمك عن محاولة ديلا انها تتمرد و انها الثور لدك الاحساس ولكن كالعادة كي يسلم منها الارادة و كيختفلها الافكار كان بغيك همساتها مقدرش انها تتسلم لك البشاعر ديالها ديك ساعة الزرصة كي تشوفها فرحان اول مرة كي حسبت السعادة هادي امور و بحسب حالها بدتك تشوفها وكملتك تعتم كان بغيك واعيت منك احس منك بزاف حسب رسيتان الفتايا ما بكتش عارفة حياتي كيفاش غالتها وش انا على الصحة ولا على الغرض وش هرقات ثانية وبدتك تسبيل قتش عارفة شنو خسني ندير شنو اللي كي وقع معايا وشي اللي كندير وش غايستقول الله عايشة في دوامي من اسئلة ما كتتسالاش عاسبين عاسبين يولوميني على قدم ما بغيتي وخلي قلبك يرتاح بقام بدك يتقاد في القلسة دياله وش هش مقلسوها الكاكل وحد قبلت الاخر بقام كي يمسح لها دموعة وياك تتخرج كعدك الشي اللي في قلبها فعلا قعدك العيساب اللي بغتتقوله الكلمني كلمة محبوس في الداخل ديالها كيقوله العيساب على قد المحبة وانا رادي بدك الشي اللي كترميه من المحبة ديالك عدي يا خديجة ديك السعوية عنقو عنقاتو بشوق تخفي وجهها فعنقو وزيّر لهاك يحاول ان يخليها يراضيها يخليها كاو انت قعدك الشي اللي فات داز وحد الوقت عدوي سولى مزيان حسن دابا الحمد لله حسنا برا سير تأحيد احسن ان شاء الله كيف ما حياتنا ترجح حسن من الاولى خديجة ما غديش نخليش حاجة اديك ثاني غرجعوك مما كنا انا ونتي والولاد وتقدري من غدا خلي خدمتك باش ترساحي ضغيوية عقد حواجبها فهمت كيف يتقعد هكا ولكن انا مرساحة في الخدمة كيفاش مرساحة ولكن احنا غرجعو البعض نوديك ساعة ما غتحساجيش الخدمة انا غدي نكفيك ونعطيك قاعدك شلي محتاجه لتسيلة الولاد ولكن انا ما كنخدمش على قبل الفلوسة تاريق انا ما غديش نخلي الخدمة قال سادك وحد طريقة حاد تويكا تستشعر بالخطر مكلامه بحلي بغي يسحب من ذاك النجاح ديالا وارجعه لسحت كيفاش مغتخليش الخدمة وانا ودراني شنو غنديرو على ماني انا مقصرة معاكم في شي حاجة ديكسة عاملتي حسبيا مقصرة هدرها تاريق ولكن الخدمة ما نخليهاش ديكسة نتافع للكيان ديالا وذلك الشي اللي وصلت لي ما غديش تحفظك الفخ مرة اخرى ديكسة عوق في طارق وانا ما موافقش ان مراتي تخدم ويتهز دراسة في شوموه قبل ما تعكس الاسرار ديالا وكتأكد لي زيان حنا مازاليا للبر مدرنا في الطاجل ما يتحرق شنو كتقسدي كتخد طاريخ نمانية سيولها في واحد اللهجة مصدوم اما هي جاوبته في كل وضو انت اللي حاط نفسك في هاد المقارنة هادئة تاريق انا ما غديش ارجعك وانتي خدامة وانا ما بغش ارجعلك اصلا ديكسة عحسب الغضب كيتملكه دا كيجمعت حوالي جفعون فبشيل بالصودة وكيغوت وانا ما غديش نطلب منك انك ترجعيني مرة اخرى حاجة ما تبقى من الانسان اناني بحالك بغيت كبتلية نفسي بغي الحياة معاك تكون غيلك نتايا اناني نتايا دا كيضحاك ودك المتافة تحدي الكاريم كيدرش معاك تشي اشنو لي جابت السيرة الكاريم دابا بش عارف انك انت انت فعلا كي حسب القاعدة الناس الناس خوانة بحالك وهي السبابة ديال فوجهاء باركة من قصيطة ديالخيان يحيت صافر حمادت تياعرفة اني مدرسوانا عتارفي انك كتديري السبابة وما زالك اديري السبابة بشتخدمي وتمشي ورا الكلام من كيان اخلص هكذا اعجبك اقوم بذلك حتى اتحرك مستعد اعجبك افضل انا احجبك اخرج اجمد امام امام اختبار اضع خرجه وضعه البلاس ثاني ويقول له لا تخافش حبيبي انا كتك نقول غيل ماما كشي حاجة ونزل دخل الناس واللي حيث انتر مدراسة حر لك انس راسه ساكت ثم غادي جايت فراشه ويقرب منه طريق باس لوراسه وخطاب شوية وخرج منطار حاسب راسه غادي يترتق من الغضب والحقد عليها في الصباح فيقوا تلفون يلاح الساعتين بالزل سد فقالت يسال من المدراسة والولده يستدعي وهو ماما لان التلفون مستود رضيك ساعة نفط سم غادي جايت لخدمه لما يجاوب على تسؤال ماما اللي مستغربة انه خرج بكري دخل المكتب غادي كيشوف البلاسة في غرور وغضب هزرس والاسماء حلق طفلي شي واحد أولاده وقف لي باتله خديجة وحد زميلة دياله كيشربوا القهوة مع جرجال كأنه في مواعد غرامي مزدوج يترتق من الغيره تحكم فراسه بالززو سم غادي جايتم بتاسم بالصدمة من اللي شافته هي حلات فما اسمحوا لي لك نجيت في وقت غير مناسب ولكن مالدك عنده استداء ولي الأمر ومدراسة كانت ان انا ام اناس شافت في خديجة محرجة من طريقة دياله ورجعت شافت في الزلم علاء دياله في المكتب كانوا ساكتين ملقوا الشرد باش يجاوبوا ولي كان غريب بالنسبة اليوم ديك ساعة وقفتك تحاولت بعده تسمحوا لي ساعتردت لداما من اناس عافك لا تصبحي لغير الأستاذ كاريم لي وصل اني وقع لي شدار في مفاجئ مفاجئ أكثر من هناك قالت في الآخر مدراسة يبيني السخرية دياله وكيشير بيده وقفتها فيها وفاعته خرجوا بره ويكا تشوف الزمنة ديالها بساعة ساعتموت بالاحراج من دايره و لا تتكلم عن طريق موزة خليفة هذه في الهضراء موزة خليفة و المراجل الذي قمت بتشرب قاما مع الرجال لا نقوم موزة خليفة نقوم موزة حدر و هترطق منه هنالك حسبك راستك هذا مراجل يدخل في الخدمة و هذا فيه وقت البريك و هذا يحاول يبدأ الموضوع وعليش كا صدر معي اصلا بها الطريقة بحل انا السباب ديك ساعة سد لبا مورا يركبه في السيارة بزوج ويجوبها بكل وضوء بحل لا دي السباب لا ارا هو اصلا دي السباب لانك امه ميلة ما عارفش تحدد الاولويات ديالها انا ما عندخلش نبسي في نيقاش ما عندوش حتى حتى لوزوم واحد في حالك ناسي ان حتى هو اب قالت سايا بطريقة المتهكمة في الكلام ويقول لا بغض عقدت الدروعة قدامه كتشوفي والتازمات الصمت ممكن ما بغش تسلم ديك الرغبتية لان هتطرشو وربعين دقيقة دا السلام طويلة في طريق سوصل المدرسة اللي كانت بعيدة تفضلوا تفضلوا الموديرة كتسناكم قالت اليوم السيدة اللي في السيقنة ودخلوا الوحيد المكتب ساكي يلقوا الموديرة قال سامعوا حد المرأة كتقاربهم في العمر ولكن المرأة محدية لحدين وبين حلال غضب شافت خديجة فطريقة تسائل يا سارة شو اللي هو واقع عادوا يتقول ديك المرأة ولدكم داروا حد ستصرف ماشي مقبول فلا كلاس قات عاسهم ديك المرأة كيفاش ماشي مقبول ماشي غير ماشي مقبول ستصرف مور رعب ماشي منطقي سادنيا مادام سادنيا مادام خليني نشرحو الوضع حساس خديجة بقلبها كي يضقت رعبات من داك شي لغا تسمحو تلقائي ناساسي ديها شدت به هاي الطريق محل لك تطلب منه المساندة دهو الرسول عنده باش يغطي داته كي يهده افصد ويغوت على دو كل جوج سيدات اللي قاسين شنو كاين مالكم كتغوتوا هكا قولوا شنو كاين وانينا وش نايد الموصيب هذي اللي وقعتك سفرات المديرة اللي تبدل المالمح ديها للانزهاج ويتقول له هكا بجدية ولدك باس واحد زميلة ديها لوف لا كلاس توسوع هيني الخديجة ممتيقاش كتغرب عيني هاي اللي حسب الإحراج بحلة كتطالبة الاستغاثة باش ينقدها من شي حاجة هي ما فهمت ويلو حس درو كيت تحرق كغار هيشوفها بدك الوضع دي الحال كتحاول تقلب على شي حاجة مرغم داك شلي داره ولكن داك شلي داره ولكن داك ساعة ويخنزر فيه بجوج شنوه باس بنت قادي المصيبة اللي جايبيني من خدمتي انا ومو عليها انه باس بنت ويبوسها شنو المشكلة فاتش ما فهمتش داك الساعة شهر قطر خانيجة احتية يوم المديرة في نفس الوقت قلتك تغوض داك المرة اشهد شليك تقوله هذي كابتك تتضرع لعرها بنتي ماذا نوزع مع ان ملدك يبوسها ويسرق منها الفيرس كيس دياله بها الطريقة عادي ما شغلها هكذا البنت رجعت يومه نهاره لانه كسرق قلبها اضربها اخر في الاخر دياله داك شوفها طريق بحلح سبراسو صافي معرف ما يقول ولش للمح الصاني انه سرق الكلية دياله بوسها هذي اطفال ما كيف هموش بدليل انه ضربها صيقيني بلي انا نبوس وحده الصباح ونضربها بالليل ما فهمتش عادي دارت خديجة يدافق وما مطيقش الوقاحة دياله كيدا فاعلهم باي طريقة وصافي تتكدر وهاكا بدراها باش يحبس من ديك الهادرات دياله وبدتكت عسادر انا كان عسادره ماتا بتفهم الموقف ديالك والله كان عسادر بالساف ويقاطع ثاني كي يتغوت شمين بتفهمه ولا شاد تخربي قيدا وش كان بتحكوه ولا شنو شاف سيب حلة كتحضرها عاكا قبل ما يزفرها كعاقدرها وعوسكس وخليها كتتكلم كان عسادر مرة اخرى وكان اكدلك ان هذا الشي ما غايد يعود شي تكررتين انا غايد اضر مع انس من نفسي وغايد العاقبه كانت منه يعانك لو خليتي هكذا الموضوع رغيت تسلي بشكل فاضح الفضيها مجي لنا بتأكيد قالها طارق ويتخرج خديجة عينها فيه ويتهمس له سكوت عاثا كلا اسمحتي غايد فضحناه قاعد شافت فيهم ذيك المديرة وحد شفت غريبة ورجعوك يحاول الحل ودك الوضع بينه تنفوذو وغايد خديجة اللي كتتكلم في ما كتشوفه كايسكوتس تاكمل عن ديك المقابلة ويعادوا يتخرج ديك سيده ويتشوف فهم المديرة سمحوا لي على تدخل ولكين اتنسيون باين ان والدكم متأكد ان هذا سبب رئيسي في الاضطراب لكي يمر به سلوك الطفل يعني شي حاجة اللي كان شي ضغط لان بايد علاقة اللي يوقع ان نصطلع مراطف المهدب وما كانش عنده اي خلل سلوكي فياريت تحاولوا تحلو مشاكلكم بشكل صحي وبعيد على الاطفال مقدرش خديجة تجاوبها حسست بحلقة بحلقة كاي ديك عيني حمديك المشاعر وراجلها قيل اسم تأهب كالعادة ويريد تركزون انتم في تعليم ديالكم حسن ما تركزوا في حياتنا غا تكونوا مشكورين هزا تراثة فاقدر الامل في تحركات خارجة البره ساكتة مقاش قدرها انها تحمل تبقى معا بلاصة واحدة عاد وي الحقام لي وصلت للطريق جاهلات وسمت غادة فين غادية غادية في الطريق الغالطة علاش مشي شغلك انا غادية فين باغة في الطريق ديال الدار ايضا انا غادية في الطريق صحيح مدرعه كيوقفه ممكن فهم شنو كديري اعلى لي شنو كندير لكن ساني كتفل الله هيا بحل شي مهريش وش محاش بالفضيحة اللي دارها ولدك سولاتك تحرك الدرعه ويقول لا فضيحة قاعد مانوش دار داك يفكر في غضب مدكش اللي داره بحل بغا يعتقل وجاء قدامهم خاف على الشعور دياله وهي قطرد لها كالمعروف وما كانش بغا يتحسب الناقص ولا ودها دار شي فضيحة بحل بحل بحسن كنت تقديمه وكيجب بالفضيحة اللي داره فعلا انا لم يكن قادر ان اخذر معك اذا كانت تقديم بحاجة قليلا بحاجة قليلا ويجب ان اخذر ايضا ماهي ايضا 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 اخذر ان اخذر معك ايضا ايضا فقد قام تحرمي عيني و لاحظتي لكنها تحوش و لكن أخيرها فقد أضعها لم تتسلقها و لكنها مات فقد تتطابقه و فقد تضرب و لكنها تطابق و لما اعتمد على أصباب و هذه تطبق المنزل و لاحظة و لكن المنزل كنت اعلم ان هكذا طريقتها أصبح بنفسك سأساعد المجدد سأقوم بشرق أثناء سألتقس فوقها من queشفهم أسانيا سأخذتك مباركة من الاستطراء انت تست PUZ ما هو الموضوع انه لديك ام حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة حيث يتصمت ويبقى يعتوني بها بالمزيم على الخيارات تلقني باركة من كترة تعدرة ويجاوبتها بكل تهكم فعلا لديك الحق مليس غلطي ما لديك مفر من غير انك تلقي انغلط؟ فعلا لديك غلط فعلا لديك عيشة في نفس الدار ولكن بالنسبة لك قبل ان تتمكن من خطوات ويقاطع انك فرقيت معي واني كرهان واني تدقي قليلت لك جمودات بلعسة ودارت عندهم سطومة انه خرج من فمه قليلت لك لا نرى على نظرة النام يجب أن تصراه أخرى ويجب أن تخلص داخل سم من فمه سم هكا تقول بشويه عندك الحق انا ما عنديش كرامة ولكن انت ماشي بلاسي بش عارف انك ممكن تحب اغلى حاجة عندك هل قبل الراحة دية لولادك طلقني دهبا طارق دهبا طلقني دهبا ده كيف رأسه وعقلك يدور ما عارفش شنو غايدير بشي قدد الموقف اللي طح فيه وش كي حسب لك غن غن طلب فيك باش تخب قيمة انا مستحيل مستحيلة انا قبل على رضوض على قبل الولادي يوم زيان اذا المبدأ كاين كاين اه اصلا ملي غلقوا وعدو غن تلقوا شافت فيه بملمي حجام ده دهت كاتشير الفراغ مورا ويتقل له القدر عارف الانسب لينا دهر كي يشوفش كاتشير يلا بغت تخرج عيني بلاسه من يلمح واحد لافيته مكتوب عليها عدو ولاد عجز على انه يلقى كلام يعبر على سوق الحظ دياله وديك ساعة تضم كتر تفنطل قدام يا أستاذ لاني مستحيل بقى لدين ما ديالك دقيقة اخرى تحركات قدامه وقفاتك تشوفه بالصغر بلا انه ملحقاش خليك راجل على قد كلمسكه يكي الله قلت يا عدابه بلعريقه حسب الرجولة دياله كاتفور دهكيه زلاراسه انا ما غنعتقدرش لك ما غنطلقي على رحسك الله زيدي ثم غادي تابها غادي كيترب رجليه في الارض ممسيقش انها دفعات ولا انه يطلقها بحالك تتحايل على الفرص بشتفك منه قفو قدام داك الموبل ويتشليه في غضب يلا تفضل يلا طلع ماك واقف وماك تغوتي يلا ما طالعش داكي يقولها كا كي يقلب على شي سبابا ما يطلعش يدكي تغوتي سايا شهد اللعب دراني هذا ما بلا ما تحمقني ثاني انا حر للا ما غاديش طالع ماشي انا اللور طلعينش حركات راسه بغي حمقها بتصرفات دياله وبرام كل شي ممسيقه كيفاش ضغياء تراكس هالي انه بغيت اللقاء هادكي تضرب الارض برجليها وسبعكي يفكر بطريقة كيفاش يسفك من هذا الكهبوس اللي حسرته به وكي يلقى راسه في المكتب دياله مواقف عاجز على انه يهرب اللي بغي به بغيته ويزه ويخلي عكا تحمل حياة معه بغز ولا كرهاته ولكن مقدرش في نفس الوقت يكسر الكبرياء والرجول قمتامها ويحتسب ذاك الانتزار عليه كافيه انه جره باش تشوفك منه جاهلت خديجة ديك الشفاة ديالوجيته حاولت تسمالك الخوف اللي حاسه وبعد ذلك بمسيقاش انه سوف نفاصله نهائيا بدأت كاتبين الشجاعة بعد ذاك الهدرة اللي قاله التحتراف دا انها تنبط من قيمتها بالجدد ويتقول له السلام عليكم عافك الاسباحتي بغين تلقو لش محساني اني كتلبي شوارمة قالها طارق اللي بغت اعصباته بدك البورود دياله جاهلاته كيما كانت جاهل العنفوان ديال المشاعر دياله اللي كانت بخير بقى رجعتك تثبت الانظر دياله على العدولات اللي كان واحد العدول اللي نسبيا صغير في السن هزت راسها بسهدي اللي يجاب على هذا السلام لكي يشوف فيهم اطلق في مرة واحدة قلتوا بعدين تفاهموا ونطلبوكم شي حاجه هكا نتحدد لكم باش نفكروا بلا تسرع باش انتم معارفين ان نطلق ويتقاطعوا خادجة عارفين عارفين كل شي واخدي القرار معليش عافك تلق نضغية قاك يشوف فيهم هكا كيشوف طارق اللي ساكت بسند بالكاف دياله على خنده بهد شوف عليهم ويسولوا ما رأيك ما جاوبوش طارق بقى كيشوف الفراغ ارجع ثاني كيشوف نفس سؤال جاوبوش؟ قوي التكلم هي اسمح لنا ولكن هو انسان عادي من الطوق ماشي اكثر طلقنا لانما مصافكا على والو وستغرب الراجل يحاول يسرقها لكلام طارق حسن من اللي يسولوا وما يجاوبوش ويوقف وإلا كان هكا على راحتكم لديكم البطائق وشهود انا ويتحرك طارق كيشوف فيه فمو بحلول كيبحلو كيتتاهم كيشوف يتحرك ايضا ايضا لا تريدوه ايضا ايضا انسان ايضا انسان ايضا انسان ايضا 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 انسان ايضا 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 تحرك عن طريق مدينة يتحجب من هذا الانسان الذي يقوم بعمل الشارع و يحاول يصلح بالعكس فرحان انه سيطلقهم ضيق في عيني كي يقدده و من يطلقت عيني بعيني الدك الشاب يتحدى و يرى اخرى في مراتو اللي خارجه من المكتب و يقوم بسامحه حتى غبرات تلتحس و يدور عنده قلت لي السلع دول اطلق جائز الا شنو إلا طلق المعتو اه و اخ و انا سيدي انا و المعتو انا غدي نورك داب المعتو و اش كدير داس و دقائق اسم الطلعة خديجة قلبها كعيد خييفة تكون جاوزات الحوضة تكسر من لازم صافي يتسال الحوض يالها في قلب الها الدراجة اللي كتخليه وفق على انه يتخلى عليها حركتنا ساكت نفضك الافكار صافي شنو عدي تطيرها و يوصفها من اللي ما عنداش الكرامة مزيرا على سنانه ما عنده و كيشوف هدي مضي قيمون كرامة لها الدراجة اذا صافي تلق منو تلفسات جيدة الشباب اللي طانعين معا انا كنشكركم والله شكرا انكم فوقتوا تعاونوني ان شاء الله انا غن ما غتكملها تكا تسمع صوت الخبيط و الغواط الفوق كل شي طلعو كي يجري وتكيبا اليوم داك العدول هاد الحالة لا يحسد عليها كي حاولي تخطم ويهرب حدي جا كتشوف فيهم الصغر با شنو كاين فيه غايدهي واطلاق لا يجوز لا يجوز و غادي عربان كي يجري منفعل طلعتك سعبة غتشوفه شنو كاين زكت القاراج لها واقف كي يبتاسم هذي الدول فوق كيداعي ديك البراءة عشنو درتي وعالو والا كان أحمقه ناداك كي يجريه قال تعالت احسب وحده مع رسمه المالو وذا ما كنت سنى مني اني نسيقك ياه تسكت شوفي وايقول الله وانا صافي شوفي انا ما بقيتش على الموت ديال الطلاق شي واحد تصل بيى من الخدمه دارو ريخسي مشي صافي شنو دا ما انتلقيك غيابة بعده صافي يالله غيقالا وثم غادي خارج كي يشكر الله انه يقدر يينفد من بين اما هي بقت وقف عاجزة لاني اتبر بغا تغوت بغا تقطع حميجها مكن هاش تغوت على الطريقة ديال ميمي ديال غانه بغا غا تغوت لعلى اللي وقع على حط دياله فيه فات شخصية ديال الحمقى كيف الطلي دير اي حاجة مهمة كانت حمقى وجنونية لانه يعتارف لها بالغلط دياله ودازو اسبوعين طوال تقلب يونطر رأس على العاقب بسبب تصرفة ديالهم وجوش بيوم تحدين بعضهم كل واحد كيتحدى لاخره تراشق بالكلام بالتصرفات خديجة مصرة على الموقف دياله منطلق وكيتهرب ولكن تحت اي ضرف خايفة انه الطلبه بالطلاق من جديد وكيلعب على الاعصاب دياله توصلها انه كياملها لانها بالقيمة وبالكارمة في النظر دياله وبالتالي كيستبيح رغبة ديالها وكالعادة مؤخرا وصلت من الخدمة كيت من نطلقه باش طلب من نوضغ يسرع في الخطوات ديال انفصال الكبرياء دياله مبردش من هارقة لها ديال كرامة ما حلت لها مرم باب ويتسولى اخوك هنا خلت مرم تدخل هزت من الناس صغيرة ورام الحضن دياله ويتقل لها لا لا واحدي مركشنو كي يتقاب طلبت من نهاز قلس غيقلسات خديجة قباسة ويتجاوبها لا مرم صافي من هنا ما غاديش نقبل علي عاد الحياة صافي ما ما كينا هنا ولا لا سولاسه كتحاول تبدل الموضوع يتلفت هكا كتقلب عليها دخلت دوش يلا كاملة الماكلة واخا اما الداخل كان طريق كي يحط على لسانه ونكترة الغضب على الدات وتتمنى انه كان يقدر يضرب راسه لانه ولي يسمح الناس انه يسرقوه وما ينزباش المنبيه اللي كان حارس هلا انه يفعلو باش يهرب منه كي يتسوق بالمجي ولكنها هو كين في الظهر قداش هايق طويل نتبع وزافير اطول كي يحافظ على نفسه المهم ونفكر في هدو وذلك ساعة تحدي بذلك يلبس بسبباتيه ولا غدي كاك لديك صلابة لديك الورود ونخليعه قبل ما تنطقي انها ربحنا ونحرك اهلا بقى بذلك يتبع لانه هو السبب الرئيسي اللي خليها تمسكه بطلاقه ولي حسا فاذا ولي خليك تحفظ ضده بحل بشكل اندفاعي بغت بيلي بيلا كرامسة يجب أن تنفذ بوضوء وصم خطه يتحرر منها قبل أن يلبس القناعة البورود ثم سوف يخارج مزعمد يتجهله ويشوف جيدة نهائيا خاصة سوف يحسس به ويتفقها كوقفات ما سوف توقفه ويجعبها بلا مبالات لان رجعيني الخدمه يتشوف مارا حسه بلغي المنتصرفة ديال خوه ويتقرب لها كالحبسه على الطريق قبل أن يحل الباب يتحرك كيف تصرف انا لا سوف نجعلك كسر هذه المرة انسا لا يقضي القرارات لك ياك فخور نفسك هكذا يا فتح يا لي لا يوجد كين ثاني انا رما يقضب بعدي مني خليني تسي وضع عقدات النقص لديك نقص ياك لا يوجد أن تشوفني عادية مثلك لا يوجد نقص حاول ان تشوفني عادية مثلها لا يوجد نقص لديك لأنه لا يوجد حلالي لسانه سوف يتحفش مصيبة كبر ورسق الملدازه حاول ان تقصدها و لكن يزادت عن تكسر المنطقة وقف عنه اتحرك اما سوف ترجع مع القنينة انا ادرال الدراري سوف نعود لديك الكاسيطة القديمة انا اريد ان اعجابها اه ام 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 اي ام انا لقيت لديك شقة مناسبة انا سوف نقصدها و قررت اخذ الولادي و سوف نبتحفة اليوم سوف نقصد الوصف اذا كان هل صغيرها و انتهت من غواتهم و يجعل ان يكمل غواتهم ارى ان تنقصد الحمق لا يريد ان تقصد الوصف اما لا يخرج من داري و لا يوجد ان تحرك اتحرك خرجي سيري بحثك داقوا الانفاس دياله في صدرها زاد السفزة بعد سادي دياله وحاربت قدامه تعني ولادي غيمشوا معي البلاسة اللي غنكون فيها ولاكي حسب لك غاتت منعني ان اخذهم هتكون كتحلم بيدفعوا عليها هكا تتلفتتك يبلأ اناس واقف بغيبك يحبس البكية دياله ومخبيه مورا رجلي نعمته قربت منه جرعته جهته ديك الساعة تكتسمع ساني كغوهوت حاولت تخرج منطرة ولكن طارق وقفه شهد بدراء اناس ما سمحش لا انه تخرجه معه تلقي الولد قلت لك تلقي الولد بغيبكي سيري بحالك بلاولادي بدأت خليجة سايكت غوهوت كتحاول تبهد عليها في جنون ديال قلب الام لكي يدق ناقص الخطر داكي غوهوته هو حاس بلا كرمه لكي تستباه ممتابهنش لانس اللي يسدودني كي بكي بهي السيري حاسب راسه في المشهد كي ريسي وكيشوف وليدي يقدمه كي يدربه زاد الجنون ديالهم تتجربت انها جرأت انها ولد كتدر في الطريق اللي شادة في ولدها مكرهاش تشرقها بدفارها تلقي ولدي تلقي هاد ولدي انا ولد كتت تهجم علي كتر بحالة كانت مغيبة ممنسابهاش لغوات ديال اناس اللي ولد كاتبكي اي كاتبكي ومخبيرها صف عمق ماماها ولدها منهار عدت كاتبكي تايا باركا سكسو كان صوت سهيلة اللي خرجت من الحمام بقى يلا لابسه بانوار دياله ومتيقاش هد الحمق دياله مثالي نوصل مش هتكاجرين عندهم جرة تحفيظها عن مقاته ويددور عندهم صافي مبقاش عندكم الاحساس والحيوانات وكي يرعي ولادهم وتموالوا ما حاسينش بليدار بكم صافي اقولتي صافي صافي تهدن سدنه جي عندي ما يوقع والو وعن مقاته ويدتلفت عندهم ثاني ما تخافش حبيبي ستبقى عيش معنا وقال هاديك الساعة تاريك ويتحاول خديجة تقرب ويدفع سهيلة بعدها سألحفيتها ماذا نتوبة؟ حماقيته وش كي حسب لكم صافرها كتفرطون؟ وش ولدكم بناتكم كي غوت؟ ما بغي يعيش معتها وحد فيكم بغي يعيش لا معاك لا معاه سمعتوني من اليوم ما لانتو ما لانتي لهو مسؤولين علي انا مسؤولة على حفيدي حتي ما حاسينش بالنعمة لعطالكم الله كرمكم بها ومبهدلينهم معاكم شوش بهم مسكتوا سامع كي اسمعوا الكلامها وبقوش لقي اللي ساللي يرد فعلا كلامها كان في الصاميم اما هي ما حبزتش هنا بقيت ما زال كتأنف فيهم معا نلقى حفيديه وخذت حفيديها صافي انا ساولتي صافي صافي انت وش بغي تكسبكي حيث بغي تعيش مع مام ولا مع بابا؟ هربات هي من عينها قطرات متسابعين حاسة من الخوف خيفة تشوفي وخيفة يجاوب بلا بغي يبقى مع بابا رغباته بعينيها ولكن ديك ساوي تكلم بغي نعيش معهم بزوج بغي نبهده اليوم بغي نبزوج معكمل جملة ديره وبدك يبكي تخبه في درجة تاليك تحارب انها ما يسير لش دماء قدامهم ديك ساوي ترجع خنزلات فيهم انت ما غا تعيش لها مع بابا ولا مع ماما انت غا تبقى معي ياولدي ما يستحق وش تدمع من عينيك ولا حتى تقول لهم ديك بابا وماما هذو كرا هاماج هذوك هاماج ماليقين لوالو وزاتوا بين دراها ثم ساعدك يتغوص على بنتها مارام عرية البنت سبعالية يلا ادخلها هذات مارام صغيرة هي وخة خديجة بغت سبنعها ولكن مالقاس مالتير اخدها سبني عندها ويتقل لهم بره يلا خرجوا بره داري وكملوا المدابزة ديالكم ما شيف داري وقدم حفايدي يلا بره وقدمهم يتركوا بمسيقين بلاي مقاومة غير المبلغة فوقوا يشوفوا بعض المبقى مغيبين كلامها نجح انه يزعزاهم يبقي في يقم وتحركوا بالله ونطف اي بأي بجيسط دراج سوف يجرى الافراج ويبقي تشوف المباحة بحل الريكي بوص يصفر طارق يستغفر تزعزا من دك نسبات دياله تحركات بشبيه غدا طالع الفوق ويتقلساني ارجعت من نفس الدرجة اللي قالت فيها وقلسها سحده ويدور طريق راس وجيسه وشحنا واقلي زد نافي اياك زد نافي الزد طالع الفوق والزحت ثاني وقد شوفه الارض بحلا كتحفرها بغا تخرج من الدب قدواني قبل ما يشقدك الهوضوء قبل ما يشقدك الهوضوء وكتخفي وجهها بيناتهم قلبه حسنا كيتقطع بحلا كتفرغ دك الشحونات اللي في الداخل دياله تعدك الحق انا امه وميله وفعشله انا اسبب هاد الشرق كيبقى هنولادي غمض على طريق عيني حاسبتن بساوا قبل ما يزيده ويربط على طهرها بحانان وكيأكد لها الغالط ماشي ديالك انا اسببتش لكيوقعه كنت انا رفص بالغلط ديري من الليول ما كنتش وصلنا اللي احنا ميله تراسه كتشوفه وصنده تراسه لها كتفه ويتقول له صافي مور هاقن فاسا كيتقطع وان اللي بقيش كان عائل بلا اول وياد ديري تهزز مع اول مشكلة ضيقين يا خديشة احسن ام وزوجة ممكن الانسان يزمنها انا كنا صدرا الى الكلام كله اللي قلته انا عارفة اني جرح سكورك هين شنو غادي اندين حبق بيك ولي وقاع مني هذا كان رد فعل تلقائي مني حساس انك غنطايا مني شنو غادي اندعف في الاول وانتراجع ومعرفتش ومعرفتش ما قدرش حتى اني نبيهلك اني بقي كان بغيك كس كمظر ان انا بها الطريقة هذي ما غا تستطيق وايش عليها وطردت ترجع ليها ما قاش حال كي عاسبوا بعضهم كلمة منها كلمة منه حسابه اللي خروا يقول لا كنت تاسفة لكل حاجة خليسك اتلوذي بها متاسكت تحس بها واحد الارتعاشة بالجسمتها لكل حسابه هنا كنت تاسف كسر ما كنت تخيل اشتركوا بعضهم مدى طويلة بجوجهم تنسوا انهم اول خاسرين ساقطع ذاك لو يصل بيناتهم تفتح باب شقة الماما كل واحد فيهم جره يدو كان شاتين في ديهم بحال حاسين واحدا يتقل لهم مرة تكلموا الماما كاتس انكم الداخل وقالت لكم اي واحد غير اللي صوتوا يتقتلوا بيدا حيث تبزز سنع سوليها وسكسوا قد كاتشوف يوم سايبوا حظ نظرات كل غضب في طارقه واللول قبل ما يشوف الخديجة بدلها يدو سا شداتها خرجت لانفاس ديالها كموساسة وزا تراصبوا حثيقة ومدتت لها مدتت يدال جهتراهو وسمو قد يدخني يمسوش بهو ومن يدخلوا لعنده أعطتهم مهلة سبعيام سبعيام عليهم انهم يحيدوا العينت ديالهم الكبرية ويرتبوا الأمور ديالهم ويتساخدوا قرار نهائي وحاسن قبل هذا الوضع ديالهم اللي بنسبة لها ساخيف ولي طول وهدداتهم قتلهم اي قرار كي يمس بحياة حفيدي ما غديش نشمح لكم انكم تطمروهم ولو لو وصلت اني لنخدم انا اللي غربي وديك ساعة شغلكم هادك وهي داس يومين كنت حاسة بتاعب كتشوف بنتها كتلعبها كافة بكتبابت المطبخ كعاتها حاسة بالأسا والندم غرقات اليومين اللي دازوف التفكير وليس كنت تسالاش وحياتها ومصاب اللي فيهم حتى انها ممشتش لخدمة طلبت هاد الاصبور للراحة وخات كتنقلها كحاسة بحدوها حاسة بالندم اسف كتحاول ترتب الأولويات بقديخة شفية كتحسب راسه باللعينة كيتسده والدنيا كتثور بها والأنفز دياله كيتسحبو قبل ما تقدر انها تسميلك نفسها ديك الساعة تكتح ديخها للأرض كان طارق يلا خرج من الحمام يلا قد حالته ولابس مؤنق ما غي تسنشي سلال الأسبوع وغادي يطلع عندها اليوم وغادي يحاول يسترضيها بجميع الطرق وما غادي يخيي اسميلاتها رفض منها حتى انه وصفي قرار يتنازلها للحق دياره في العسيرة ديها لخدمتها قرار يعطيها المساحة دياله الخاصة لا بغا تخدم ماش يموشكي لي خليها تخدم مغي يخليها ماش تحش بدك الانتصار اللي كي وزيتك حاجة بسبب محدى الانتصار بالحيازة دياله العائلة الصغيرة من يديهم الجديد ساسم تأكد انها غا ترجع لي انها راسية كاسعشقوك بما كي يخشقها كالعيسام ديالهم دك النهار في الدروش كافي وصاري حمر ديالهم بزوش شاف الساعة قدر انه سوي يخدها اجازة السيطنائية نهار واحد وطلبها هذه الساعة بعد معرفة من نخصوك انها خديجة سهية عندها عطلة وسبوع كامل وقرر يستغل على الوطع لعندها فرحان كيدندن ساكين سابع الصوص بنته بحلها بحل كسغوط اضعه راسه على الباب كي يسمعها كاسبغي بحل كتطلب شي حاجة هذه الساعة حسب راسه مرعوب سماعها كاسعية طمامة حاول تصرف سوف يدير ايسن بعدها سوف نتعي على الباب بعدها سوف نتعي على ذلك ساعة يدقب الشهد يحاول انه حل بحل الباب بأي طريقة وعاد بحل فرصه لانه اعطاه السوار لانه اخلعت السواره في اخر مرة لانه اخلعت حسب الخصوصية كما طلبت منه رغم انه يحاول انه تمسك به لانه يخاف انها تضح لبنته لانه كانت قريبة لانه يجري لانه يجري لانه يجري لانه يجري لانه يجري ان تصدق التأمف من واقع كيفة واقع من الب highlighter 아니면 ظهغرة الحل لا من الظهر أبينا ف الظهر رغم ب PERAA الشحاب من عدة عجز اعداد عمر فتوضح لها الصورة لا تخافي ايضا لا تخافي ايضا ايضا اماما احاول الساعة يحاول ان يقوم بجسم ويقوم بسند ويقوم بشكل بك ويقوم بشكل بك لا تصور لا تدخل ايضا لا تقصد لا تقصد لا تشاهد لا تصور ويقوم بشكل بك في الحياة يقصد عيني باهم ويبتاسم ويستطيع ان يستطيع نعيش بك لا تسمع لا تكون احساس ويستطيع ان يستطيع أن يستطيع نعيش بك ايضا ايضا ويقوم بالفعل أعلى قبلي أرجع كما كنا أنا وانتي والأولاد ومنا مرضه دارنا ولا للخدمة للا ما نطلبش منك تخليها و اي حاجة غطلها مني موافق عمت باديشانية حسنت بحد السعادة غامرة ويزبت عسم كتبت الدراسة على كلامه صافحنا روجعنا البعدنا اصلا انا لم نخليك اشترك من هنا سند براسو على جبين مامسيق شدك الكلام ديلا عد حسب حضر رضا داخلي مع الموافقة ديلا وبيللا كلامة مع المصروح ديلا ومن الداخل كيف اشترك ثانية لها توقع حركة صحيحة بكل خيبة الامل كبيرة ديلا ستبغل بحركة و او لم افهمتك حيث انتالك اتجرب المصائب لنا لحظة ذلك التي تعتقدها ويتقرب لخديجة مالك ابنتي شنو ديرلك عقودي ديلا وانا غدين نوري لا تكتب تحكي خديجة ما دروالو هذه المرة مع في يوم او محسيتش براسي و يشوفه طريق كيف اشعرفت اني هنا ويو كيف اش عارفها سيدي دخلت من الضرمي بعد ما جيت من السوق تكت بلي الفاس مشتها مليوحة في الأرض الضرم حلولة يوم فهمت بوان وطلعت كنجر لقيتها أول بمامة مهرس وخديجة مليوحة ونتقريب ليها هو يقاطع قلت اذا مليه ياهوكايا انا اللي هرزت دك الفاس على خديجة وطلعت ثاني نكمل على العناية وياكت شلك هين قلت اضحاك ليلة ماما شينتا ياهوكا ومخلي البنت هكا على الأرض وهي هزهاكا ودخلها البيت بعدها كنا ترتحت بما تعاونا تدخلها البيت ياهوكا على السرير وصوهي لا تابعاهم ويدقوا ليلة بنتي حاولي تسكير ساحي وانا غنس ان انا اسمني يجي صافي يلا اريني يا ايسن اللي لا يخليلي يا ماما ويتلفت عند ولده مستغربة ووقف مازال حدا هم صمر ويتغمزوها كبعينها باش يتحرك شوية ضربات ومدراها كتحاول جبره لانه يتحرك مش ما يزيد شاكي يعصبها ولي يزيد يمرضها ويتويه مثلا وماما ليش كتقرسيني وانا غنبقى معا غرض ليل بال ويالله بغدد فعو ويتسمع صوت خديجة سمحينا على ماما قاعدك شي اللي خلناكم كدوسوا بي بسبحبنا والله سمحلينا بالساف نبغينا غنقول لكم بيلة صافرة قرنا راجعوا لبعدنا نبغينا بالساعة ويتشوف تضحك ويتزغرة تقلبت لهم ذلك البيت بحل عندهم معرس ايوه هكا مزيان وعليش يا بلدي ما تقول لها اشتيا من اللي ادخلتها ولا مخليني هكا يدار ورخ سكت عصبني والله ماما وكا بزيف وصافي نزلي نزلي ماما لدارك نزلي رنيعيت بدك يدفع كيدحاك بحوية تحبز ذلك السمادية وفرحين لانه مرجعوا خرجت فعلا نبغت لدارها ويرجع ثاني حدها احتراسة على صدره مع النقا ويقول له اعطي شني اكثر حاجة محمقاني طيرة ليه النعس شنيه يلدابع شاف سيبتساؤل ويحرك رأسه ويقول له بغين موس ونعرف اعليش ولدك مني بزديك البنت ارجع دربها اكمل الجملة دياله وهي موز وشبيه مضحك كيضحكوا وقعديك المعاسبة اللي كانت بنات مصافي ثلاشات كان يكفي انهم يكونوا حضا بعد وكل واحد يشوفوا الاخر واشي القوص بابل السادة اللي كانت من باطقة من قلوبهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة